80% تقريبا وهذه حديثة من الموظفين بيتركوا وظائفهم لسبب المدير السيء يعني 80% من الموظفين سبب ترك الوظيفة مو وظيفة عرض أحسن أو تغيير كرير مسيرة لا أنه جاء مدير سيء طبعا نجب مدير يحارب علشان موظفين من الناحية المالية مع هذا موضوع كما مهم التحثيز زي ما قلنا غير المادي مهم لكن أنت أقدر شخص على معرفة إذا هذا الموظف بيأخذ ما يستحقه وبيأخذ حاجة تخليه في الشركة وما يبحث عن مصدر آخر شركة أخرى هذه جدا مهمة وهاي تعلمت صراحة من مدراء كانت لنا مدير على ذكر بالخير دكتور ساعد البراك مؤسس زين بجموعة زين تقريبا قال له مجلس الإدارة قالهم إذا ما وفقت على منح أسهم للموظفين هذه استقالتي أهلا هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة مدحة آمر يقول مدير غير تقليدي شغل منصب الإدارة لأكثر من ثلاثين سنة حصل على جوائز عالمية في الإدارة فالحديث هذه الحلقة عن الإدارة عن المدير والموظف العلاقة ما بينهما الشركة والمنظومة في ما بين الموظف والمدير وكيف ممكن يتم العمل كيف ممكن الواحد يكون مدير أفضل وقائد أفضل أو كيف ممكن الموظف يكون الموظف أفضل فهذا كان معظم الحلقة في جزئية في نهاية الحلقة كانت رائعة مهمة ولا تقل أهمية لم تكن أكثر أهمية من ما قبلها وهي إدارة العائلة إدارة الأطفال وتربية الأطفال والإدارة في وصولهم للشبكات الاجتماعية فمدحة جميع أطفال ما دخلوا على الشبكات الاجتماعية لا يجددهم حسابات على الشبكات الاجتماعية حتى بعد 15 سنة هذه القدرات تحديات اللي تجيها البكاء كيف ممكن تتسعمل مع هذه الأطفال وخصوصا مع أقرانهم اللي كل البيوت اليوم عندها يوتيوب عندها انستغرام وتوك توك وغيرها فهذا مهم حديث رائع من أب لأطفال لتجربة يعني اليوم أكبر أطفالة جاء عوز العشرين سنة فالأكيد أن هناك تجربة فحديث رائع ماتع مهم قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة أو أي من أجزاء هذه الحلقة مع من تعتقد أنها تهمة كذلك لا تنسوا تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من تطبيقات البودكاست التي تستمعون لهذه الحلقة من خلالها وإذا يوتيوب ما احتاج خلاص أما الآن لنبدأ أهلاً من مدحث مهلاً بك يلا حقيقة كاتب في تويتر يعني هذا أكثر شي شدني الآن من جالسة شيك حسابك في تعريفك بنفسك أنك مدير غير تقليدي وش قصتك بمدير غير تقليدي؟ غير تقليدي لأنه أتوقع وظيفة المدير اللي الناس بيغفلوا عنها صناعة النجوم فأنا يعني الحمد لله طبعاً بعد 30 سنة تشوف الناس اللي أنت كنت مديرهم وين صاروا فآخر مرة بعمل كده أشوف الناس وين صارت فعندي من الناس اللي أنا كنت مديرهم أربع وكلاء وزرات حاليين واحد معالي ثلاث رؤوسات تنفيذيين في شركات مليارية فطبعاً وهكذا فمدير غير التقليدي هو الشخص اللي بيفتخر بهذا الموضوع مش بالهدف الأرباح أو المبيعات أو 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 الناس اللي أنت صنعتها يصار فيه وين صارت بعد 15-20 سنة من عملهم معاك فهذا هو أعتقد الدور المدير غير التقليدي أنه يصنع النجوم والحمد لله أعتقد أني نجحت في هذه المهمة والتقليدي وش التقليدي وطلع عمرك عندك delivery بعد أسبوع سم عند أعرف يعني اللي هي very short وبأي طريقة تعال بالليل بالنهار أكلمك عمل الوظيفة طبعاً أكيد هذه وظيفة مهمة لكن ما هي ما هي إنجاز أي واحد ممكن يعملها أنك تحقق أهداف مطلوبة منك كمدير هذه سهلة لكن العنصر الإنساني البشر اللي أنت صنعته أو خلقته إصدار فيه فمدير التقليدي هو المدير اللي بيمشي على buy the book يعني من ذلك أهداف تحقيقها عملتها شكراً بعدين مش مشكلة خلاص ما عملت علينا وشي الفرق بين المدير والقاعد هذا الفرق المدير هدف معين حققته بأي طريقة إن كانت بتشد على الناس أكثر يدابوا أكثر تصرخ فيهم أكثر بهدلهم أكثر وعملت الهدف هذا مدير القائد لا بيوصل الهدف لكن بطريقة ذكية بطريقة إنسانية وبفكر ما بعد الهدف يعني أنا مو بس حق الهدف طيب بعدين إيش هنسوي بعدين الأشخاص اللي كانوا معاك بهذه المسيرة إيش حيصير فيهم كيف وصلوا للهدف هل وصلوا للهدف هم تعبنين هل هم مبسوطين هل كفاءتهم خلال المسيرة هذه للأهداف فيعني هذه أعتقد طبعا موضوع فلسفي طويل والناس كلمت فيه مجلدات لكن هو هذا بسيط المدير هدف حققنا القائد هدف حققنا بطريقة الهدف وما بعد الهدف هذه أعتقد هذه أحسن من خبرت المتواضع يعني التفسير الأفضل للقائد والمدير هدف محدد خبرتكم متواضع هذه كم كم مدير كم صار لك من أول مرة صرت مدير ثلاثين سنة ثلاثين سنة في أربع دول ما شاء الله ما شاء ما أقول بسمة في منطقة مهينة لا في أربع دول شركات خاصة عامة حكومية لا ربحية ربحية يعني بتكلم بثقة شوي أكثر لأنه تعرف أنت جربت أشخاص معينين بلدان مختلفة شركات مختلفة في ظروف مختلفة يعني خبرة الحمد لله كويسة أنك تعطيك إحثقة تتكلم شوي بمرجعية نقدر نقول وشي اللي تعلمت خلال هذه الرحلة من ثلاثين سنة في الإدارة والله هي الأرث الذي يتركه المدير في كتاب جميل اسمه يوريدا شب لكسي هذا كتاب مشهور جيدا شب لكسي فبيقول المؤلف أنه أنت حفل تأبينك يا مدير بعد وفاتك إيش الحاجات تحب تسمعها الناس اللي اشتغلت معهم يقولوها عنك هل تحب يقولوا والله كنا كل سنة نعمل ربح 20% زيادة أو نعمل السيستم الفلاني أو ولا تحب تسمع الجونب الإنسانية كان أخ كان متفاهم كان متعاون فهذه اللي أنا تعلمت أكثر حاجة اللي هي ما يهمك الأهداف راحت الأهداف يهمك لما تكلم معالي سين يقول لك يا متحت والله أنت لك فضل كبير عليه يوم كذا لما عملت كذا وأنت ناسي طبعا ناسيها تماما بس هو ما أنساها فهذا الكنز اللي أنت بتحققه خلال الفترة هذه كلها هذا هو المهم يعني يمكن أول خمس سنوات كنت مدير فاشل في حياتي يعني مفاشل أفشل مدير في العالم في مايكروسوفت عندهم استفتاء جميل يخلوا الموظف يقيم مديره فأنا كنت في مايكروسوفت أجبت أقل تقييم من مدراء مايكروسوفت في العالم في العالم تخيل أنت ممكن أوالي ألفين مدير شكرا ما هذا هي كنت مدير مدير المدير ما يهمني خلص الموضوع مريض ما يهم خلص الموضوع عندي حقق الهدف ماهاي فجاء مديري يقدمت حتى ترى شوف إحنا في مايكروسوفت ما عندنا هذه العلامة لو بعد ستة شهور ما حسنتها أمسك الباب فطورت نفسي خلال سنة صرت من أفضل عشر مدراء في العالم في مايكروسوفت وقتها كنت صارم من كتب تحقق الهدف نعم طبعا صارم لأنه تتعلم أنت كمدير شوف المدير كيف يتم اختلال المدير هو عبارة عن خمس أشخاص فنيين أفضل واحد فيهم بصير مدير مبيعات أحسن واحد بياع بصير مدير تسويق أحسن مسوق بصير مدير مطور مدير ما بتم اختلال المدير بكفاءة الإنسانية أو البشرية هي كفاءة الأدائية في العمل اللي هو عنده صح فلما يسير هذا مدير كيف يدير الناس هو يديرهم بيب طريقته لما كان موظف اللي هو يلا نخلص نعمل نسوي بس كيف ما يفكر كيف فهذا هو سبب الرئيسي سبب الرئيسي اللي الفشل عند الإدارة اللي هي مدير زي ما قلنا مدير أو مشرف سوبرفايزر اللي يحقق الهدف بدون ما تفكر كيف فهذا كان طريقة هي في العمل بدون ما تفكر كيف طبعا الناس جعلت قلت لا للمدير الأفضل هو المدير البشري الإنساني الأسوأ قائد العبيد تخيل في أمريكا يعني بيقول هذا والله هذا مدير يعني يستعبد الموظفين عادي عندهم هذا موجود في بعض الجهات موجودة عندهم في أمريكا عادي ما تمشي لكن في شركات المحترمة ما تمشي عندهم هذه في استبيان واستفتاء وهذه كمان من الحاجات المهمة كيف تطور المدير كيف حي تطور المدير يعني جبنا شخص قلنا احنا خمسة أشخاص وعيننا واحد مدير عليهم كيف حي تطور هذا الشخص اللي احنا اخترنا مدير له هؤلاء إذا ما عنده مثل أعلى لتعلم منه أو عنده لحب استطلاع أو معرفة أو عنده فيدباك تغذي راجع من الناس ما حيتحسن وأنا أتوقع اللي ساعدني أنا في حياتي مسيرتي اللي هو الناس كانت كون عني يا خي انت أخطأت في حق وأنا أسمع وأتطور وتقبلت أني كنت أسوأ مدير في العالم في العالم وشفت خير أنت في مايكروسوفت حاجة تصرحة فضيحة كانت الحمد لله ربنا نطف يعني كاندي مدير متفهم وقال لي ما ليش أنت جاي على البيئة تعلم يعني تعلم كوي وتعلمت الحمد لله وصرت مدير ناجح أتقد يعني المدير الفاشل يعني الآن وفق لتصنيفك أقدر أقول أنه بالضرورة أنه مفيد للشركة هو جاسي حقق الرقام للشركة هذا كلام جميل لأنه هذا للأسف الإدارة العليا ما بتشوف الجانب الإنساني صح ولا لا هو عنده هدف يحققه حقق المدير خلق أنت ممتاز صح ولا لا بسموها جيب أنت أقامك بأي طريقة وأنا راضي عنك بس اكتشفوا الشركات الكبرى مايكروسوفت سيسكو فيسبوك انستغرام إلى آخر فيسبوك وأخواتها يعني اكتشفوا أنه هذا بيساعدنا بهدف قصير لأنه اكتشفوا يا عبد الرحمن اكتشفوا أنه ما راح يتحقق رضا العملاء إلا إذا كان في رضا موظفين يعني ممكن تحقق أنت أهداف مؤقتة مرحلية لكن لو موظفينك غير مرتحين أو مش شعرين بالاهتمام وبالمحبة داخل المؤسسة أو الشركة حينعكس هذا سريعا عليهم وحينعكس على نتاج الشركة فهو الاهتمام بالموظف والاهتمام بالراحة الموظف هدف رئيسي للشركة لازم يكون لأنه راح يأثر لو ما كان موجود على النتاجك المالية اللي أنت فرحان فيها مؤقتا فكلامك صح المدير الشديد أهدافه قصيرة المدى الشركات المحترمة ما يطلع بسنة عندها تايم سبان يعني أنت فترة زمانية خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة فاهتمامها أكبر هذا الموضوع طب كنون أنا أقدر أوفق ما بين أن يكون مدير جيد بالناحية الإنسانية والبشرية وأن يحقق المستدفات والمتطلبات اللي علي مستحيل تكون مدير ناجح إنسانيا إذا ما حققت احتافك المطلوبة منك في الشركة صح ولا لا صعب تكون أنت مدير إنساني والشركة تسمح لك بعدم تحقيق أهداف المطلوبة منك مصبوط فأنت هنا دورك أعتقد أنه بسيط بمعنى أنا عندي أهداف وعندي موارد أهم أورد عندك الموظفين معظم الشركات احنا تعرف صح أن دخلنا في عالم الذكاء الصناعي لكن ما زال الموظف له الوزن الأكبر صح صح فالأهداف تتحقق بوجود تحفيز جيد للموظف خلال مسيرة تحقيق الهدف نقول ثن سنة عندك سنة تحقق هدف معين فأنت معاك السنة هذه تدير الموظفين بحزم وفي نفس الوقت بإنسانية وترى ما في تعارض يعني إنسان يكون حازم ولطيف ما في مشكلة يعطيك مثال اليوم أنت كمدير ترسل إيميل لشخص كويس كم بكلفك يا مدير يا محترم تبدأ الإيميل بتحية وتنهيب بتحية عشر ثواني طيب كم من المدراء بيبعث إيميله بإسمك الأول مباشرة مدحت وبعدين الطلب عبد الرحمن وبعدين الطلب طب عزيزي مدحت دير عبد الرحمن بست ريغاردز ما خالص محبتي وتقديري وخلال الفترة يا خير كن صالم عبد الرحمن عزيزي لو سمحت اشتغل أحسن سوي كذا فأنت في نفس الوقت إنساني لكن عندك أهداف طرح الموظفين بيحترموا هذا الكنام الموظف النهاية ما راح يكون عنده مدير لطيف وهو يستعبطه أو يستهبله أو ما يرد عليه لا هو راح يعني يحترم المدير هذا ويحترم أنه فيه أهداف محينة لكن يحترم كمان جانبه الإنساني وباي ذا وي هذا موضوع مهم التحفيز أهم وظائف المدير والقائد طبعا التحفيز كيف التحفيز بيصير التحفيز أكبر حاجة بالتحفيز هو التقدير يعني أنا أقدر وظيفتك ورمضان على الأبواب بعد سبوعين رمضان كم مودي أمرا سألت عملت استفتاء سألت كم من الموظفين كم واحد من الموظفين مديره قال له يعطيك العافية في رمضان طبعا أسوأ حاجة تدوم في رمضان يعني مهما حاولت الناس تزين الموضوع أنه ذهنك صافي ومعدتك خاوية وتركز كلام فاضي خاصة للمدخن صحولة لا مهما زينوها لك طيب أنا مداوم في رمضان موظف محترم جاي وصباحية ربنا وطالع كم مدير شكر موظفه على دوامه في رمضان أو قال له يعطيك العافية عشان دوامك في رمضان كم ألفين شخص سألناهم أربعة وثمين بالمئة قالوا ولا قالنا شكرا ولا يعطيكم العافية بعتبروا أن دوام في رمضان حاجة بسيطة طب لو أنت شكرت الموظف أو الموظفة أنه ما عليش عارفين أنه رمضان صعب وشهر يعني هو صحر عبادة لكن تعب متعب ومع هذا أنت حققت أهدافك أو نص أهدافك يعطيك العافية أو شكرا أو كذا ما في يعني في النسبة كم من النسبة طب هذي أساسيات ليش ما تعملها يا مدير كم تكلفك هذي في كتاب جميل اسمه ألف ومئة طريقة لمكافأة الموظفين بدون دفع أي قرش ألف ومئة طريقة تمام في ألف طريقة أنك تكافأ الموظف أو تحفز الموظف أو تقدر الموظف بدون ما تدفع فلوس لأنه هي مون برتفع فلوس يعني الناس بعتبروا أنه أحفزك أعطيك راتب شهر زيادة أو أعطيك مكافأة لا لكن كم واحد يعطيها كم واحد كم مدير أو مشرف بتعب نفسه يفكر أنه لازم أنا أشكر عبد الرحمن كل يومين أو أقول عبد الرحمن والله ما شاء الله ساعتك حلوة أو ها عبد الرحمن كيف الأمور ما شاء الله ما في خلص أنا علاقتي معك وفي بعض الموظف بيقول لك أنا علاقتي معك رسمية صح ولا لا إحنا برى الشركة حنكون عادي أصحاب نطلع الاصطراحة مع بعض لا يا حبيبي أنت عايش معك 8 ساعات 9 ساعات في الشركة بتوقع منها تكون إنساني فيها 9 ساعات زي ما أنت إنساني بعد أو خارج الشركة يعني هذه بس أتصور المشكلة التحفيز حيانا إذا ما كانت مال كذا يمكن حتى المدير نفسي يتوقع أنها ما لها أثر فما هو يعني أقدر أقول شكرا مئة مرة بس أنه يمكن ما تأثر فيها أنت ما تربت هي مشكلة عبد الرحمن أنه يعني أنا بعتبر نفسي خلصت والله يا عبد الرحمن الممدير يقول لي شكرا شوف الآن 30 سنة ما أنا محتاجة يعني الحمد لله كله تمام بتأثر فيه ممكن شهر شكرا أو يغطيك العافية أو بيضة وجهك أو ما شاء الله أنا تحاجة حلوة طيب يعني أنا مش محتاجة التقدير صح أو لا فبخالفك بهذا الموضوع أن أثر التحفيز غير المادي مدته أطول أنا أعرف ناس وطرى موسر شوف أنت بتداول موجودة كم مكافأة تنفيذيين آخر السنة توصل 5 مليون 6 مليون 10 مليون توصل كده تعرف فيه يعني متداول موجودة مو كلام هذا كلام منشور من الشركات أنا أعرف بعض المدراء من هؤلاء الموظف المدراء مش مبسوطين في حياتهم حياتهم المهنية مو حياتهم الإنسانية لأنه حاسس أنه ضغط كبير وما في تقدير انت خذتك 10 مليون أو 5 مليون هذا الفكرة يثبت نظرية مش نظرية مدته قصيرة جدا جدا قصيرة يعني حتى بالملايين ترى ما تفيدك يعني الكلمة الحلوة تدرك أثر أطول وممكن تتذكر أنت مثلا مديرك شكرك أو والدك أو والدتك ما بتنساها بسرعا صح؟ صح لكن تنسى والله مكافأة العمل اللي قبل سنتين كم كانت وكم أخذنا وكم يعني بتروح مع الوقت بتروح مع الوقت وحتصرفها أنت متعرف البركة بالفلو يعني ما نتكلم بالموضوع هذا لكن كمان لها تأثير يعني البركة حضرات ألف ريال أو خمسة ألف ريال أو مسمية ألف ريال البركة هي بتلعب دور أكبر يعني يعني كلام اقتصادي ما ندخل فيه يعني طيب أنا بدي أعرف إذا أنا اليوم أصبحت مدير كيف ممكن أني أطور من مهاراتي لأكون قائد أفضل جميل هذه المشكة واجهتني أنا كيف تت من أفشل واحد إلى واحد كويس صح؟ أفضل واحد مش أفضل واحد يعني من أفضل وكنت الحمد لله إلا أنت حصلت على أجوائز حالمية طبعا يعني سبب الأول مش سبب الأول أفضل طريقة للشخص اللي كان عبارة عن ناجح فنيا حتى يصبح ناجح إداريا هي أمرين الأمر الأول يكون عنده مثل مثل أعلى رول مودل اللي يتطلع حواليه سواء داخل الشركة أو خانج الشركة ويحاول يقلده يقلد هذا الشخص بتصرفاته التحفيزية وطبعا الحل الثاني للقراءة يعني أنا أثر في الكتب اللي قرأتها في إدارة الموارد البشرية بشكل عام أكثر من أي دورة ورحت على هارد يعني مش أنه يعني جامعات محترمة لكن الإقراءة كتب معينة والتعلم من المدراء اللاجحين والفاشلين وهذه مشكلة الموظف الآن كل موظف عنده مدير صح؟ فلما صار هذا الموظف مدير يتذكر إيش الحاجات اللي أنت كموظف كانت تزعجك من مديرك السابق وما تعملها المشكلة لا بينسى الموظف عندما يصير مدير بتخمص المدير السيء اللي هو يعني لا أنت تذكر هذا المدير والله كان في عنده حاجة سيئة أنه مثلا ما بمر ما بيقول صباح الخير في الطرفين ناس كلا أو مدير هذا كان جدا ممتاز أنه كان يهتم فينا وإنا مثلا عملت مرة حاجة في إحدى الشركات كان ذلك مشروع ضخم ومتعب فروحنا أرسلنا لأمهات وزوجات الموظفين هدايا حلوة وطبعا الحمد لله كان نالت إعجاب وأيامها كان في إنستجرام وكان في فيسبوك ما كان في إنستجرام ومشروها على فيسبوك وشكر والشركة وكذا طبعا هذه أخذتها مو مني أخذتها من مديري أنا كان عندي مدير مرة أرسل لزوجاتنا أمهاتنا ورد بمناسبة انتهاء مشروع معين وذكرتها بعد سنتين كان عندي فرصة عملها عملتها فأنت قلد تقليد والقراءة القراءة طبعا يعني ناس بولك ياخذ القراءة ما هم قراءت مع الفيد يا حبيبي اليوم أنجح شخصين بعتبرهم من ناحية مالية من أنجح الناس بيل جيتس وماك جوجر بيك فيسبوك ياخذ عنده بلوغز كاملة على موضوع الكتب اللي بيقرؤوها وتحليل الكتب وبينصحب الكتب طب ليش يقرأ هذا الرجال ليه لأنه بيطور نفسه فالمدير أفضل طريقة تطوير الذات هي القراءة وما تقول لي ما عندي وقت يعني ماكي طريقة تعليم تعلم ثانية أو ثالثة هي اثنين ما في غيرهم الدورات ما حتفيدك الدورات هذه أعتقد أنها يعني بتعزز القيم لكن ما بقى تطويرك صار الآن لفترة قادمة يعني فنصيحتي دائما ذكر المدير الكويس أو السيء وما تعمل زيه أو يعمل زيه ويقرأ كتب اقرأ كن خارئا ناهما يعني اقرأ ما تخلي كتاب إداري يمور عنك اللي تتعلم منه حاجة معين فيوم من الأيام جاني هذا الشخص اللي سألتش اسمك قال اسمي محمد تلقى تطا تطا تطاني فعلق فقلت لها محمد ترى هذا نادخ طابع يعني جمهور يعني منصة مسرح عريشور متأكد قال يسجل يدام قبل النهائيات بأسبوعين يجينا اتصال مجرد قال فبسحب اسمي وبما أنك كنت صاحب المركز الثاني تأخذ مكان يعني بروح هناك بقى طلطة شهور جاء كل واحد هذا كل يوم الثالث الثالث وراء كل واحد كل واحد أحساب لكم جادوري موسيقى سوف أخبرنا الثاني محمد قوطاني قوطاني ماذا؟ هل كل ما تعتقد أن تتوقع؟ إذا أبغى ثلاث كتب تتوقع أنها مهمة لي أن أبدأ الآن هذه المشورة كل الكتب للأسف كلها إدارية كلها إنجليزية فحاولت بحثاً كتاب عربي يكون ناجح ما لقيت يعني أنا عادة أحب أعطي للموظفين المدارة عندي كتب معين يقرؤوها في كتاب مهم جداً لجاك ويلش اسمه From the Gut تكلم فيه عن خبرته الإدارية جاك ويلش أشهر مدير تنفيذي في القرن الماضي في أمريكا هذا كتاب مهم جداً ومن أساسيات الكتب كتاب From Good to Great هذا كمام من كتب المرجعية المهمة المدير يفهم إيش بخلي الشركات تكون كويسة وصير عظيمة أو تفشل هذا كتاب مهم وكتاب جداً دمه خفيف اللي هو ذكرته One Thousand and One Way to Motivate Your Employees ألف ومائة طريقة لمكافأة موظفين وهذا الكتاب أنا دائماً بحرص أني أهدي لمدراء بشتغل معهم أنا فأبدأ في هذا الكتاب لأنه بحاول أعزز موضوع التحفيز غير المالي لأنه التحفيز المالي زي ما حكينا مهم لكن ما هو استراتيجية طبيعة المدى الثلاث هذه مين مترجمة حتى أنت جرير؟ لا مترجمة أكيد كتاب المترجمة مترجم أكيد كتاب جاك ويلش أكيد مترجم وفي كتاب هذا وفيه كمان اختراح أنا عملت سلسلة وقفناها الزمان اسمها كتاب الشهر مع متحت هذه عملناها في تويتر هاشتاك بسيط وفيه كتب غير مشهورة لكن مفيدة من ناحية إدارية كمان فمان أحب أن يرجعك مان مفيدة هذا كلام كل الكتب والأشياء اللي نتكلم عنها بنضحها في وصف الحلقة لكن ما فيه ولا إدارة عربي نشر تجربة عربية أكيد فيه لأننا بدأت في شركات غير عربية اللي كانت تهتم بمضوع القراءة فهم كانوا يعطونا زي الكوريكولم يعني مصار القراءة يعني أول كتاب إحنا قرأناه اللي ذكرته هذا جاك ويلش جاءنا إهداء من بيل جيتس لكل المدراء هو قابل للشخص أهداء كتابه قال الكتاب عجبه راح نشره في كل الشركة فهذه بداية التعلم لكن طبعا يعني غير قصير الله يرحمه يعني كتبه الإدارية عظيمة حياة في الإدارة من كتبه العظيمة ومراجع وإدارة كمان ينتبه مهمك حاجة مهمة عبد الرحمن اللي هي تقرأ شخص عنده بسمه تراك ركورد يعني مسار مسيرة حياة ناجحة لكن المنظرين كثار المنظر يعني عارف كيف تكسب الأموال في سبع أيام وهو مفلس مثلا لدارة نفس الكلام أنت يا مدير تتكلم عن خبرتك الإدارية طب إيش أنت سويت؟ هل أنت مدير ناجح لأنه أنت في ظروف كانت مناسبة لحياتك أو لأنه أنت شخص مميز وعملت حاجة جديدة أبدعت فأكيد كنت بالإدارية العربية موجودة لكن نحتاج نعرف الشخص اللي كتبها إيش سوى في حياته الإدارية حتى نحكم عليه طيب اليوم أنت مع مرور تجربة الإدارة أو حتى أنك تكون مع مدراء كثر ويش الصفات الأبرز اللي أنت تشوفها في القائد الجيد؟ أنا عملت إحصائية لنفسي أعديت كم شخص كان مديري خلال ثلاثين سنة ستعشر واحد ستعشر مدير تعاقبوا لإدارتي خلال ثلاثين سنة فأنا أرجع مرة ثانية للموضوع الإنساني يعني أنا لازم أتعامل مع مدير عنده جانب إنساني كبير اهتمام كبير يهتم فيك كشخص كإنسان مو كموظف مو كرقم يعني يش يهتم فيك كشخص؟ يعرف ظروفك العائلية مشاكلك العائلية هل عندك أطفال عندهم مشاكل هل أنت تعيش مثلا مع أهلك ولدتك في البيت مثلا معاكم ظروفك الإنسانية هذه أهم صفة لأن الصفات الثانية سهلة يعني أنا بحاول دائما أشرح للمدراء عندي أنك تحقق أهدافك ممكن تحققها ممكن يعني موظفين مميزين بشوية دعم تكون أهدافك أصلا مش صعبة يعني لو أنت في شركة مثلا بدون ذلك الأسماء في قطاعات معينة ما في منافسة صح ولا لا يعني هم ثلاث أربع شركات وماشية أو تسع عشر جهات وأمورهم ماشية صح؟ أو قطاع حكومي مثلا ما في منافسة شديدة طبعا فالأهداف مو واضحة لكن موضوع الجانب الإنساني أنا هذا بركز عليه لأنه هو الأسف هو النقص أعمل أي استفتاء اليوم وهذا موسر 80% تقريبا وهذه حديثة من الموظفين بيتركوا وظائفهم لسبب المدير السيء يعني 80% من الموظفين سبب ترك الوظيفة مو وظيفة عرض أحسن أو تغيير كرير مسيرة لا بأنه جاء مدير سيء فإنك تكون مدير محترم يعني هذه هي التعريف الأحسن ممكن أفضل محترم إنساني مهتم حقيقة مش تمثيلا يعني عارف إن بسأل عنك بس مش عشان أسأل يعني كيف حالك والله تعبان طيب عملت كذلك أقول تعبان يعني طيب ليش تعبان صح؟ صحيح صحيح في ناس كده بسأل ما منك بس الفكر إنه يسأل إيوه لا إسأل ويعرفوا واهتم ليش؟ لأنه هذه الصفة الرئيسية لو أنت الموظف شاعر بالاهتمام حيمل لك اللي أنت تبحث عنه أغطيك مثال من ووقت تجربك عندنا موظف مميز ورح كان عنده في يوم حفل الخطوبة الملكة تصلنا عليه في الملكة نسأله على حاجة معينة ورد علينا طيب لو يعني عفقوا لو ما في محبة واحترام وتقدير هل ممكن يرد؟ هقول لك يا خنا ما ليشا لدي إجازة صح؟ فلو يعني فأنت هنا كمدير إنساني رح يعني الموظف يعطيك أكثر ما تتوقع منه يعني هذه الفكرة وهذه طبعا كمان في عالم الرياضة مع مروفة اللاعب اللي بيحب المدرب بيبدو الجهد أكبر والأفلام طبعا أكيد كثيرة شفناها مختلفة يعني بتكلم عن نفس الموضوع هذا إنه أنت لو كنت إنسان محترم الموظف اللي عندك رح يعطي أضعاف أضعاف ما تتوقع منه وهذا هدفك في النهاية كمدير تحقيق الأهداف صح؟ وهم مورد عندك الموظف لأن الموظف مبسوط وراضي وحقق أهدافه أنت عملت اللي عليك وزيادة بتشوف مثلا لو كان أنا بيكون مدير أفضل لو أفهم في مهارات التواصل الأكبر أينها صحيح مو تواصل بسمه ذكاء الاجتماعي الأيكيو إنه وترى هذه صحيح بتلاقيها من المدراء الكوي الجيدين إنه بيشوف عبد الرحمن كده بيقول آه عبد الرحمن يعني في حجم زعلته شوي وفي ناس ما يفهموا ما يقرأوا التعابير الإنساني البودي لانجوج وهذه كمان ننصح فيها كمان كدورة مهمة البودي لانجوج لغة الجسد وعلى اليوتيوب هذه الميزة حلوة إحنا أيام زمان يعني يبلع 20 سنة لا كان فيه يوتيوب عشان تفهم دورة يعني تفهم لغة الجسد هذه البودي لانجوج لازم تروح تحضر دورة من شخص معين يشرح لك الفكرة اليوم لا روح اليوتيوب بودي لانجوج فتعلم كيف تقرأ الأشخاص اللي أمامك كيف شوف أنه عبد الرحمن فهم علي ولا ما فهم زعلان ولا راضي تعبان ولا فهذه كمان الذكاء الاجتماعي مهم لأنه زي ما حكينا عشان طلع الأفضل من الموظف يجب أن يكون فهمه فهمه إنسانيا سبقه وغيرت وظيفتك بسبب مدير سعيد طبعا أنا أكبر ندم في حياتي أنا تركت شركة يحلم الناس فيها وخسرت كما طلع على أسهم الشركة كم وصل أقول الله متحت أنت صراحة يعني مأساة كعندنا مدير جاءنا مدير فترة قصيرة وسبحان الله فترة قصيرة كمان يعني بس أطلقى واحد في أول الثلاثين بيكون لسه شوي كده عارف شايف نفسه وأنا أهم من الشركة وأنا راح ألاقي حاجة أفضل طبعا الحمد لله لقيت أكيد بس الفكرة أنه يعني تسرعت وهذه نصيحة دائما للموظفين اللي بيقول أنا بترك الشركة عشان جاني مدير سيء بيقول أصبر شوي مدير السيء عادة ما بطول طبعا هذه كمان من الخبرة ثلاثين سنة اللي ممكن يعني أأكد عليها أنه لا صح إلا الصحيح لو جاءك مدير لئيم أو حقود أو غير محترم سرعان ما ينكشف ما راح يطول فأصبر هي عبارة عن مسألة وقت خاصة للناس اللي في شركات هم مرتحين فيها يعني مرتح في شركته لكن جاء مدير متعب شوية أو أصبر لأنه هذه صراحة يعني قد تأخذ قرار وتندم عليه زي ما صار معي يعني بس تصبر إلى متى والله يشوف تصبر إلى أنك تلاقي حاجة تستحق أنك تروح يعني ضحي علشانها أو أنه زي ما حكيت يعني لازم المدير غير جيد خاصة الشركات المحترمة يبان يمكن نخذ شوية وقت يمكن مو مباشرة لكن من خبرة متواضعة هي سنة سنة ونص سنتين ممكن إلى أنه مدير هتقولي طيب الموظف المسكين يتحمل صح كل واحد وحسابه يعني يتحمل يش يتحمل أكيد ما في إهانات لأنه في دائما شؤون الموظفين تشكيلهم لو صالة سمح الله إهانة أو أو تنمر أو كذا هي حتكون يعني ضغط عمل غير مبرر ما رح يمشي لك الحاجات اللي ممكن مشيها واحد تاني فتستحق الصبر أنا هذا رأييا لما تقول شركة محترمة ويش تقصد والله سؤال يعني الشركة المحترمة اللي فيها أولا نظام تحتلم النظام هي تحتلم النظام يعني نظام سواء نظام العمل أو نظام نفس الشركة شركة فيها قسم شؤون الموظفين يهتم بالموظفين يهتم بموارد البشرية يعني يعمل لهم كرير تدريب معين اهتمام معين والحاجة الأهم أنا أعتقد اللي هي كتريف شركة محترمة الشركة اللي عندها اهتمام بالراحة الموظف في وظيفته وكيف يقاس هذا يقاس بالاستفتاء أو الاستبيان والآن توقع موظم الشركات المحترمة عندها استبيان سنوي لقياس رضا الموظفين يعني لازم ما ينفى أنا خلص وليت عليكم عبد الرحمن اسمعوا له وأطيعوا ما ينفى صح؟ صح لازم أشوف طبعا أوكي نطيع بس على إيش أو كيف أو منه فهذه فكرة يعني لازم كشركة تحرص على قياس رضا الموظفين وطبعا كل الشركات أعتقد اللي الآن اللي عندها مثلا خمسين موظف فما فوق مهتمة جدا بهذا الموضوع لأنه هي ثبت الطريقة الوحيدة اللي تحسين أدائك كشركة يكون الموظف مرتاح وعليها كتب هذه ودراسات يعني ما في ما في إنكار الموضوع طيب أنا استوقفتني تغريدة لك اللي هي كانت بكرتها أنه قبل ثمانة سنوات أنك حصلت على جائزة مدير يعني أخضر استنفيذي لقية المعلومات صحيح على المستوى يعني جائزة علمية وكان التعليق اللي كان لافت له أنك كنت تقول أنه السبب أنه كان عندي فريق أذكى مني صحيح كيف تتعامل مع فريق أذكى منك لأنه مو بسهل أبد أنا التعامل معه لا لا هو شوف يعني زي ما قلنا القائد ما رح يكون فهم كل حاجة وما رح يكون أذكى واحد طبعا أنا أذكى أكيد أذكى مني بمراحل والدليل أنهم اليوم كلهم كل الناس اللي كنت أنا مديرهم في ذاك الوقت قبل سبعة ثمان سنوات اللي ذكرت لك اللي هو معالي ورئيس تنفيذي وكذا هذا أحسن للإثبات أنهم أحسن مني وأذكى مني صاروا بمراحل هذروا كانوا تحتي دارتك نعم طبعا أي والله يعني على الواتساب لو شوف الأسماء هذه أحد تقول الله يا أخي ما أقول طب الحمد لله هذه مرة ثانية أنا كنت محظوظ لأن هذا فريق يعني اخترت معظم بس معظم كان موجود كيف تصنع هذا الفريق النجوم المدرب ما هو أحسن لعب يعني وفيه مدربين ناجحين جدا ما عمروا مسك الكورة صح ولا لا صح فمورينيو مثلا ما ظنوا لعب في حياته مورينيو ومعتبر أحسن مدربين العالم تقريبا أو أرسن فنجر أو أي مدرب ثاني فالفكرة أنه أذكى يعني كيف تستغل المواهب هذه لتحقيق خدف معين كيف توجههم لطريقة معينة كيف تحفزهم كيف تخليه راضي عن عمله يعني الشخص اللي كان معاي مثلا في ذاك الوقت والآن صار رئيس تنفيدي لشركة كبرى في السعودية كان أول شخص استطاع ربط الرسائل الخاصة بتويتر بنظام إدارة العملاء حاجة ما صارت في العالم كله وأنه وجهة تحيي يوسف السحباني ما يعني طيب طبعا أنا خدت الجائزة لأنه واحد في التيم عندي عمل حاجة لها علاقة بهذا الموضوع أنا ما عملت هو عملها فهو أذكى مني في هذا الجزئي لأنه هو خبير في برامج السوشال ميديا والسي آر أم للعاقات العملاء أشكى وظيفتي أنا أني يكون مبسوط في وظيفته ونشتغل 24 ساعة ويشتغل 7 أيام بالأسبوع ويفكر ويخطط بدون ما يكون لأي دور في الموضوع هو عمله لحاله وقال عملنا كذا أول جهة في العالم العالم ربطة الارسال الخاصة اليوم أنت عارف موضوع الدعم الفني في تويتر صار عادي صح صح طيب قبل 8 سنوات ما كان عادي كان صعب فهذه الفكرة أنه لما قلت أنت ما أمزح أذكى مني طبعا وكنت محظوظ أنه كان أذكى مني لو كان عندي فريق بنفس مستواهي التقني مثلا أو بنفس ما حاستفيد لأنه هذه كمان مهمة للوزير الناجح أنه نجاح فريقك من نجاحك يعني نازم أنت تعطيهم وسائل الدعم لأنه نجاحهم هم نجاحك يعني موضوع سهل مشكلة معظم مش معظم جزء كبير من الناس بيخافوا بيقولك أن هذا أينت واحد شاطر يمكن بعد شوي يصير هو مكاني صح طيب ماشي يعني خليسي لمكانك أنتوا شوفوا مكان ثالث يعني ما تخاف على لو أي شيء المثل بيقول لو دمت لغيرك ما وصلت إليك صحيح فهذه سنة الحياة خد رزق خاطر يجيب واحد شاطر عندي في التيم يعمل تغيير كبير يبانى أمام الناس الإدارة كده خطر خد مخاطرة لا تعين ناس دائما اللي ما يخوفوا أنا واحد كده مسكين وفي حاله ما يرفعك أو يرفع قسمك أو يرفع شأنك فلا كون جريء النصيحة للمدير كمان كون جريء ابحث عن الناس الكويسين ما تخاف إذا خوفت ما هتشتغل خوفت من فلان لو شوية بيّن أكثر أمام الإدارة يمكن نفكره أنه أحسن مني وكذا ما هتخاف ما هتنجح فهذه من النصائح كمان اللي على هامش هذا نوع من نواع الخوف اللي ممكن تطرى للمدير بهذا النوع المنصب في الخوف الثاني هذول الناس الأذكياء واللي أنا أشتغل على تطويرهم وعلى وجود يطلعهم من الشركة أنه يطلعهم من الشركة اليوم لما تتكلم عن هذر وكل اللي هم ما تصرف من الشركة يعني هذي برضو خوف آخر كيف تتعامل مع الأذكياء أنهما يطلعهم بره الشركة هذا كلام جميل لأنه أنت في النهاية من نجاح المدير محافظة على الموارد البشرية صحيح اللي عندك لأنه أنت راح تقول للشركة أنا دربته وعلمته وأنت في النهاية اغسرته أنا شخصيا ما عندي مشكلة أخصر منظف ناجح متفوق إذا راح لحاجة أحسن من اللي عندي وبالعكس أنا أني في ناس كانوا يسألوني جاتني فرصة من المكان الفلاني أو كذا أروح أقول طبعا لا تتردد كيف طبعا أحسن من الموضعك الحالي وفيها مجال تتطور أحسن وكذا ف أحاول أعطي البيئة العمل اللي يكون مرتاح فيها بحيث لما يجي طبعا نجاح المدير يحارب يحارب علشان موظفين من الناحية المالية هذا موضوعك ما مهم التحفيز مثل ما قلنا غير المادي مهم لكن أنت أقدر شخص على معرفة إذا هذا الموظف بيأخذ ما يستحقه وبيأخذ حاجة خليفة الشركة وما يبحث عن مصدر آخر شركة أخرى هذه جدا مهمة وهاي تعلمت صراحة من مدراء كان دينا مدير أذكر بالخير دكتور ساعد البراك مؤسس زين بجموعة زين تقريبا قال لهم مجلس الإدارة قال لهم إذا ما وفقته على منح أسهم للموظفين هذه استقالتي هذه قصة معروفة يعني ففي زين طبعا زين المجموعة زين في عام 2005 تقريبا تم منح كل موظف أسهم موظفين وعلى الأقل في مئة موظف صار من أصحاب الملايين بكلامهم باعترافهم وشكروا الدكتور ساعد البراك على هذا الكلام وقالوا شكرا طبعا ذكرت اسمه دكتور ساعد لأنه هو حارب فإذا المدير ما حارب علشان الموظف يأخذ حاجة يحس أنه والله أنا صح ليش أطلع أنه فيه ناس بتحارب بتحاول أنها تكافعني ليش يطلع يعني ليش يبحث طبعا هو أهم زي ما قلنا معظم الموظفين بيطلعوا من الشركة اللي عنده مديرهم سيء سيء فإذا أنت على القل هذه الجزئية تغلبت عليها كنت مدير محترم عندك 20% احتمال يطلع الموظف لأسباب أخرى صح طبعا لو قسمنا أسباب هذه راح يكون بدونها الأكيد الكارير المسيرة الفرصة البلد مثلا يعني مثلا واحد لي صديق قلنا ما بطلع من جد أنا راعي بحر مهما جتني فرص في الرياض ما راح أجي طلعي الآن ما طلع موجود إلى الآن أي والله إلى الآن 30 سنة أنا أعرفه 30 سنة أقول له يا فلان أنت خبير في إيريا معينة هنا ما شاء الله كان راعي بحر ففي يعني طبعا هو راعي بحر ومرتاح بشركة اللي هو فيها أكيد هو طالع موظف مو خطار يعني مو رايد عمال موظف مبسوط جدا مرتاح لأنه مديره كويس أو مدراءه كويسين أو الشركة نزل ما نقول محترم فهذه من الحاجات اللي بتخلي الموظف يبقى في مكانه ومرة ثانية لو يعني المدير المحترم أو المدير الناجح أو القائد الناجح لو شاف أنه في فرص أفضل للناس اللي عنده برة وفي خارج الشركة مفوضي يشجع يعني مفوضي بيقوله ترى في وضيفها أعتقد تصلح لها لأنه يكون أصلا باني اللي هو بسمه سكسيشن سكسيشن بلانين الخطة البديلة لو ميشي فلان عندي واحد ثاني تحته هو متطور يمسك مكانه فكمان هذه مهمة يعني ما تعدمد على أشخاص معينين لو أنك تدير العمل بعد ما يمشي هذا الموظف بنفس الكفاءة اللي موجودة حاليا طيب اللي هو صف الثاني نعم تقصد صح شلون أقدر أبني صف ثاني يوازي جودة الصف الأول والله هذه وظيفة الصف الأول يعني وظيفة المدير أعرف هي مشكلة سلسلة يعني أنت كان مدير ناجح نزمة عين عندك ناس صف الأول مميزين إذا كان مميز يعني ما ذكر أسماء لكن وكيل وزارة حالي حالي هذي كان عنده حاجة دائما في باله يقول لي أنا لازم على أقل في أربع أشخاص لما أنا أغيب يكون يغطوا مكاني بنفس الكفاءة طيب إيش مطلوب مطلوب نعطيهم دورة في كذا ونعطيهم فهو المدير الناجح الصف الثاني لازم يكون كمان عنده هو احتمام بهذا الموضوع وظيفة المدير الناجح القائد الناجح أنه يقنع المدير الناجح أنه تطويرك للناس اللي تحتك لا يخيفك لا تخاف لا تخاف من تطوير الناس اللي أنت مديرهم لأنه أنت عندي رقم واحد ولو طورت فلان راح أنت شوفك حاجة تانية أفضل من أنت فيها اليوم لأنه أنت في النهاية أنا حمشي أنا كقائد طيب من يحمسك مكاني واحد من التيم ما يحمسك من التيم أحد إلا إذا كان إحنا عارفين أنه فيه واحد تاني يمكن يغطي مكانه فالحافز بيصير عند المدير هذا يجهز الصف الثاني إلى أن يأتي الوقت اللي هو يتطور فيخلي واحد من الناس الجاهزين يمسكوا مكانه يعني صعب القائد هو يكون مسؤول عن خاصة الشركات الكبيرة يعني عن خمسين ستين مئة موظف تطويرهم كده لا أنت عندك ستة سبعة مديرين عليهم أنت مباشر هم مسؤولين عن إدارة مناطقهم بشكل كامل ومستقل بدعمك طبعاً وبيشرافك أكيد طب هنا يجي سؤال سؤال مليون نشرب شيء قبلها نشرب كيف أقدر أستقطب الأذكاء سؤال جميل في حاجة اسمها في الإدارة طبعاً نحاول الآن نترجم شوي الاستقطاب لا يعني التعين فوظيفة المدير أو القائد الناجح إنه في وقت العمل والفراغ يفكر بالاستقطاب طبعاً الآن الحمد لله وسائل موجودة صح اللي هي شبكات الاجتماعية هذه من إيجابيات شبكات الاجتماعية إنه نشوف الناس المميزين في منطقة معينة تستقطبهم يعني في كل المجالات وعشان كده نحن نحكي للناس خاصة لحدثين تخرج إنه كل نشيط في الشبكات الاجتماعية بمجال فني صيبك من كلام التشجيع الرياضي والكلام خليه لك شخصية تقنية علمية إدارية تسويقية بحيث المدراء الموجودين في الشبكات الاجتماعية يشوفوا هذا الشخص ويستقطبوه فوظيفة المدير الناجح والقائد الناجح اللي هو دائما عنده في باله أشخاص معينين يبحث عنهم والطرق الآن صارت سهلة زمان كانت لازم شركة توظيف وإعلان في الإنترنت أو في الزمان في الصحف الآن لا صارت سهلة جدا وزي ما حكينا مرة تانية التقطاب ليس بالتعيين يعني ممكن أكلم شخص أقول له ما عندي وظيفة الآن شي أغرى لك لكن بيظن الله إذا صارت نبغى نتكلم مع بعض فهذه فكرة حلوة ولمبدأ تطبيقها بالآن بعض الشركات عندهم بسموه دائما مجموعة من الناس موجودين على ومعرف بس كموجودين في حل الحاجة لهم نكلمهم عشان موضوع التعيين طيب كيف تتخلص من الناس الأقل ذكاء أصعب أصعب حاجة في حياة أي مدير هي أنك تحكي لأ شخص أنه الله ما فيش نصيب يعني شوف لك حاجة ثانية وهذا كلام علمي يعني من أصعب الحاجات اللي قد تخلي المدير أسابيع وأشهر متأثر أنا طبعا للأسف في مسيرة الإدارية طبعا كان في أشخاص لازم نقول لهم يعني ما في نصيب لازم يشوف لك حاجة ثانية طبعا هي أفضل حاجة أنك تحاول فعلا وليس قولا تجد له حاجة ثانية يعني حيث أنه أنت مثلا تقول له أوكي أنت ممكن لو أنت بشركة واحدة مثلا في مكان آخر في شركتك يعني لو أنت لك واحد كويس مثلا في التصويق لكن مو كويس بالتصويق مثلا كل الله أنت بتصلح مثلا تكون مثلا في شؤون الموظفين أو في المبيعات مثلا فأنت تحاول تساعده لو كان المشكلة أنه ما عندك في الشركة في أي مكان الآن هنا بيجي الدور اللي هو أنك تنهي العقد بطريقة أولا لصالح الموظف يعني مثلا عقد الموظف تعويض شهر أو ثلاث شهر أو كذا لا لازم يكون في فترة أطول ستة أشهر سنة مثلا طبعا هذه موظيفة الموديلة لما حكينا اللي بيحارب علشان يعطي لموظفينه رواتب عالية يحارب علشان لما يضطر أنه ينهي أخدمات موظف عنده كمان يقلع بأقل بأقل الخسائر وبحاجة على أقل تعطيه مجال يبحث عن عمل ثاني طريقة إنهاء العمل أو كيف أنا كنت مثلا للناس غير أذكية اللي هي يعطيه يعني يعطيه هدف معقول وإذا ما أحقق هدف المعقول هذا كون صريح معاه إنه صراحة واضح إنه ما في طريقة نكمل مع بعض بأسباب التالية طبعا أعطيه فرصة ما هي فجأة نظم فرصة وتكون واثق من خبرة المتواضعة الناس اللي تضطر إنك تنهي خدماتهم معاك عادة هم الناس اللي عندهم مشاكل متحفيزية مشاكل أكثر بإنه مثلا خلص هو أخذ قراري ما حكمل بمعنى وهذه المشكلة كمان بتصير بالشركات الكبرى اللي هي بتطلع على على غيره بتطلع بيشوف إنه إيش معنا عبد الرحمن كذا إيش معنا أنا وضعي كذا فهذا الإشي معنية بيخلي الشخص دائما محبط والإحباط بأثر على أداؤه فبطعا بتحاول إنت تشرح له إنه لا كذا لو استمر ما في حال لنحن حكينا كمان مهما كان المدير أو القائد إنساني هل هي أهداف أهداف يحققها فالجمع بين الاثنين جدا صعب لكن زمع حكينا الفكرة أن أعطي الموظف حقه وحاول تساعده وفينا إذا ما مشيت يمساكم بمعروف أو تصريحهم بإحسان كيف ستتعامل إذن مع الجانب الآخر الموظف الجيد اللي قدم استقالته أيها دائما بتواجهنا موظف جيد قدم استقالته عادة الموظف الجيد ما بقدم استقالته إلا إذا فيه حاجة أحسن أحسن سواء من ناحية زي ما حكينا المسيرة من ناحية مثلا المدينة اللي هو فيها من ناحية طبعا الراتب هو ليس من خبط المتواضعة ما في موظف استقال من كل شكلات اشتغال فيها إلا أنه إذا أنت كمدير تقدر تبني حالة بزنس كيس لإدارتك حيوافق عليها يعني ما أذكر ممكن ست سبع مرات صارت معاي شركات مختلفة ودور مختلفة لو موظف جيد وأنت مقتنع أنه جيد والسبب فقط مالي ما في مشكلة يعني فيه شركاء حتى الشركات اللي عندها سلم الرواتب تعرف ناس بيخافوا دائما من سلم الرواتب أنه فيه سلم الرواتب عندي محدود ولو أعطينا فلان أكثر لا مو صحيح فيه مجال دائما نزيحة شوية فيه سبيل أن نحافظ على على كفاءة معينة فلو استقال المدير الموظف الجيد استقال لازم تحاول أنت كمدير جهدك لآخر رمق إلا إذا أنت كنت مقتنع وهذه ناحية إنسانية كمان مهمة جدا أنه لا بالفعل هو استقال لحاجة أحسن هنا دورك أنك تدعمه وتعطيه الدفعة اللي هو محتاجها مرات لأنه مرات الموظف جاءت فرصة برة بس متردد لأنه متعود على حاجة معينة خايف يروح هناك فلو أنت مدير إنساني وبهمك فعليا إنسان كشخص الشخص كإنسان ومو بس موظف أعطيه دفعة هذه إنه لا أروح طبعا صارت معين كمرة نادر جدا بس صارت قلت للموظف لديه فرصة يشتقل في قسم جديد في الدائرة واو يعني قلت له لا روح أي والله وما نسيها لغاية اليوم يعني بقول لي شكرا نعم طيب إذا أنا اليوم عينت مدير على إدارة جديدة الناس اللي فيها ناس أحسن منك أو توقعين يكونوا مكانك لا لا إذا أنا جيت على مكان جديد إذا أحسن مني تمام لأنهم متفقين أنه الآن أنه مفترض أنك تشغل مع ناس أحسن منهم طبعا إذا أنا جيت على مكان سيء كيف تتعامل مع إدارة كاملة سيئة يعني مكان لسه قديم مثلاً ما هو جالس يأخذ شكل جديد هوية جديدة أو رؤية جديدة ممتاز والآن هذا الآن يعني صاير بشكل كبير في بعض القطاعات يعني أنه بيتم استقطاب مدراء بهدف هذا الموضوع عندي قسم محتاج شك يعني صدمة علشان استيقظ وكذا فطبعا هي حاجتين الأولى تحتاج نفس نفس يعني طويل تحتاج الصبر يعني في النهاية ما أحد تغير أنت الناس اللي أنت جاي من برا أو جاي لسه تتعرف عليهم ف الأول حاجة تحتاج طبعا دعم من الجهة اللي أنت رايح عليها أو الشركة اللي أنت رايح عليها دعم أنهم عارفين أننا جبت عبد الرحمن على قسم إحنا عارفين أنه قسم سيء أو محتاج مساعدة أو فدعم الإدارة العليا مهم جدا ومدير نفسه لازم يعني يكون له ذكاء اجتماعي بحيث يحاول يشوف مين الأشخاص اللي ممكن أعتمد عليهم مين الأشخاص اللي لازم يمشوا بسرعة وإلا راح يدمروا الموضوع زي ما حكينا موضوع التعيين أنا محتاج أجيب معاي ناس كلها ما فيهم أمل ين خلص أنهم كده موجودين طيب كيف أطورهم كيف أحسنهم بهذا الموضوع والأمثلة الآن موجودة بمكن تشوف أنت أي قطاع تحسن فجأة لأنه جاه مدير كويس هذا المدير تعب وصبر وجاب ناس معاه وعين ومشى فموضوع ترى صعب جدا لكن لما أنا أجيب مدير وواثق فيه وبأتوقع منه أداء معين لازم مدير يمشي بسرعة مليون يعني ما يقدر يقول والأوف أنا جاني لا أنا ما أقدر وناس وكذا لا أنا جايب عشان تغير يعني غير اعمل سوي اخترح والأمثلة ما هتقولها اليوم لأننا فيه إحراج بس يعني فيه أمثلة كثيرة جاء شخص على جهة متخلفة إداريا وتقنيا خلال ثلاث سنوات الجهة صارت يعني يشارها بالبنان وهي أفضل جهة من كل النواحي طيب شخص واحد واحد يعني هل هذا لحاله عمل لا مو لحاله بس هو كان شخص تكي وصبور وفاهم كيف يتعامل مع الشخص النفسيات المختلفة فستطاع أنه يقلب المعادلة تماما لصالحه ولصالح الجهة اللي اشتغل فيها فممكن يعني وإذا جيت مثلا الأشياء الأولى اللي مفترض أني اشتغل عليها أني أدرس الفريق اللي الحالي ولأني أبدأ بتوظيف ناس معينين أو بفصل ناس معينين وين هذه كمان نجعل الكتب الجيدة أول دسعين يوم The first 90 days هذا كتاب جيد بيعطيك خطة كيف أنا جيت على جهة مدير إيش الخطة اللي عندي إيش أسوي طبعا أولا دائما كل الخطة تبدأ أنك تتعرف على بشكل عام اللي بسموها السياسة المنظمة political aspects يعني السياسة طبعا سياسة قد تكون جيدة وقد تكون سيئة لكن نحاول أنت تفهمها علشان تفهم مين صحب القرار الفعلي مين الشخص اللي هو العمدة عارفة اللي كل ناس بتخاف منه طبعا زي المدرسة زي الصف زي الفصل يعني فيه واحد كده ذكي ودفور وفيه واحد كده عارف هذه الشركات فأنت وظيفتك أول أسبوع تتعرف مين الأشخاص اللي هم اللي بالفعل القيادة الخفية في الدائرة اللي أنت فيها فتسعين يوم تبدأ في هذه اللي هي كيف أنا أبدأ وأتعرف وأعمل ولازم خلال الفترة هذه تكسب ثقة الناس هذه مهمة جدا أول تسعين يوم هذه النصيحة دائما لثقة الناس لازم تعمل حاجة خلال تسعين يوم ما ينفع أقول لا أنا لسه بتعرف بتعرف على الجهة وعلى الناس طيب وش صويت جاك ناس أقول لك والله إحنا يا عبد الرحمن وضعنا سيء ما عندنا شوف مكتبنا هذا قديم ما تغير من 20 سنة المدر ما عندنا وسائل ترفيه فهي وظيفتك أنت تروح تحارب لازم يشعروا بالثقة أنه والله هو عبد الرحمن أو المدير هذا لا مهتم تمام تسعين يوم المفروض دخل هذا تسعين يوم لأن هذه كمان عندما أنت عارف في موظم العقود هي فتت التجربة هذه ممكن مديري يجي مدير كبير طويل عريض تسعين يوم بلقله ما ليش والله أنت ما ما عجبت صح ترى هي المدير والموظف يعني ما هي ما هي يعني بس الموظفين المدير كمان فالمدير له مصلحة أنه ينجح بسرعة فعشان كده دائما نصيحتي دائما ابحث عن لا الناس معنا أمطص أشوف ما ما بكفي لا ما سويت سواء الإدارة ما سويت يا مدير يا محترم يا جديد أو الموظفين ما سويت المدير يعني أنت جاي بس كده سويت المكتب وقفه حالك الباب وسكرتير لا فيه شغل فيه تعب يعني هل بنحاول نحكي للناس أنه وظيفة المدير يعني متعبة ومن استطاعا لا يكون فليكن يعني ما تكون يعني طبعا إنها لأمانة وأنا ديما أحترم الناس اللي يعرض عليهم منصب إداري يقولك أنا مرتاح في مكان يكون هو عنده الكفاءة لكنه بيقولك أنا ما أشوف نفسي أني أوجه ناس وأقود ناس وأكافئ وأعاقب لا لا ما أشوف نفسي أو ما أبغى أوج يعني أدعب نفسي هذا الموجود ما هذا الموضوع فيه ناس كده وهذه أنا بحترمهم أكثر يعني بفعل عارف حدوده وعارف أنه أما إحنا المشكلة اليوم بالعكس بتقاتلوا على هذا المهم المكتب أكبر الانتيازات أحسن الراتب أفضل فأدرس الموضوع هل أنت بالفعل هتكون مدير ناجح هل تحب إدارة الناس تتحمل الناس تهتم بالناس ولا لا أنت بسموه طبعا الآن في الشركات التقنية في أمريكا عندك حاجة بسموها individual contributor يعني شخص ذاتي الأداء هذا حيكون دائما لوحده ما رح سيكون مدير في حياته له مسيرة مسيرة عمل محددين وشخص مدير منجير التراك وشخص individual لأنهم وجدوا في أمريكا والشركات الكبرى يعني أنه زمان كان الطريقة الوحيدة أن يتحسن وضع المالي أو وضع الانتيازات أن يسير مدير ترقى في السلم الإداري فقالوا طيب نفتح كمان مصار نسميه مصار للناس اللي ما حكونوا مدراء وقد يكون انتيازات الشخص غير المدير بعد فترة أفضل من المدير فاستطاعوا يتغلبوا على مشكلة كبرى اللي هي أنه الناس زمان كانت تفكرون عشان أنا تحسن المدير يقولوا لأ خليك مكانك طور في نفسك في مجال اللي أنت تشتغل فيه وقد تكون أنت من ناحية الدخل ومن ناحية قلة المهام الإدارية أفضل من المدير فحلوها هذه الصراحة واعتبرها وفي بعض الشركات بدأت كمان العربية تتبنى هذا الكنائب نفسه إنه أنا ما في النهاية اللي هي هرمية هرمية صح يعني دمان عدد المضراء بقل التفاعل كل ما زادت فأنت ما تقدر تخلي كل الشركة مدراء طيب هل شخص مثلا أعرف أنه ما حسن مدير في حياته هل حيكون إنسان محبط أو ما يعمل عليه وزيادة لو ما شعف أنه في مجال أنا أتطور في مكان أنا فيه بدون ما أسير مدير تمام بسموه خبير حتى أعتقد المسار هذا خبير فأنت لو ست خبير في مسار معين أنت خلاص أنت حققت طم حقش شخصي فهذا بيحل المشكلة طيب وفق لي أنه أبدا تصور أنه معظم الشركات هنا مثلا في السعودية وعربيين أنها ما تملك هذا المسار المنظم فشخص له عشر خمس عشر سنة موظف في نفس المكان كيف تنظر له اللهي هذه صراحة كيف تحفظ شخص بهذه الفترة الطويلة نجعل مرة ثانية للأمثلة العالمية في مكان بيع أسماك مشهور في سياتل سمعت فيه؟ معروف معروف صح؟ طيب أسوأ وظيفة تفكر فيها في العالم هذه الوظيفة أنك تكون تشتغل في محل بيع أسماك في مكان بارد سياتل معروف أنها بارد ومع هذا الناس مبسوطة ومرتاح وما هي مدرة فنجعل موضوع التحفيز المرة ثاني أنه أنت كمدير هذا الشخص أبو عشر سنوات نفس الوظيفة طبعا أتوقع مستحيد تكون نفس الوظيفة لازم يكون فيه شوية تطوير صارف الوظيفة طرق العمل اختلفت المهام زادت توقع فكيف يتخلي هذا الشخص يكون مبسوط مرتاح اليوم الحمد لله معظم الموظفين ما بيرضى يشتغل حاجة نفسها فترة طويلة قليل يعني هو هيبحث عن طرق أنه يطلع من هنا من هنا يفتح له مجال كده حتى تغير الشركة الإدارة القسم فهذا حل حل مناسب أنه هو نفس الموظف أنت تحاول تشرح له أنه ما ينفع ظلك دائما أنت فكر تعلم وهذه كمان حاجة حلوة صح الآن مع التعلم الانلاين والذاتي كيف تطور تكتميرات جديدة أنت مثلا شغال في جهة معينة مطلوب أنك حاجة معينة لأنه أنت هذا اللي أنت تعلمته طيب لو أخذش هذا الثاني مثلا لو تعلمت حاجة جديدة لأنه يعني نحاول دائما نشرح للناس أنه أنت خليك إنسان طموح طموح ليس بس عشان أبحث عن دخل أفضل أو كده لا طموح من ناحية أنت كإنسانية هل أنت راضي عن حياتك تيجي كل يوم الساعة سبعة عن نفس الوظيفة وتشرب الشاه وتخلص وتصالف مع الناس وتمشي ولا عندك وقت تتعلم فيه ألف حاجة ثانية وتطور نفسك ودخلك فهنا كمان دور المدير اللي هي يطلع أنه هل أنا حاولت جهدي أني أطور فلان اللي جالس عشر سنوات في نفس الوظيفة سواء أن يكون مبسوط فيها أو مرتاح فيها أو تعلم حاجة جديدة من جانب إنساني ذكرنا أولا صح كن إنساني يا أخي يعني إذا أنت شايف فيه خير أو شايف فيه مقدرة شجعوا يعني أنا عندي موظف الآن صار رئيس تنفيذي في جهة مهمة ما كان معه شهادة جامعية طبعا دون شهادة جامعية صعب توصل لما راحل عليا يعني هذا كلام مهم جدا الناس يعرفوه أنه أنت شهادة الجامعية هي مهمة جدا للترقي للوظائف القيادية ما ينفع ما يكون مع شهادة جامعية فهذا كان الله يذكره بالخير يعمل وظيفة ويخلصها وظيفة مملة جدا روح يكمل بالدراسة الليلية في الجامع متعب وأظن كانت حد خارج الرياضة بعيدة ف إيش الحافزة اللي كان عنده الحافزة اللي كان عنده كان أنه أبا تطور ما بغضلني في مكاني وأنا أقوله صح بدون شهادة جامعية لازم لازم تتحاول جهدك ويتعا فيها شوي وطبعا لازم يكون في دعم من الشركة ومن المدير أنه يتأخذ ثاني ومثلا يتغاضى عن بعض النواقص في الأداء في سبيل أن شخص يصير إنسان مختلف والدليل الواضح الآن صار ما شاء الله تبارك الله رئيس تنفيدي لقطاع مهم جدا في البلاد طيب ودي أعرف عن أهمية ذكرتها قبل شوي في بداية الحلقة كان عن أهمية تقييم المدير الموظف ماذا يعني الموظف أن يكون أنه عارف رأي المدير تقييم الفيدباك مهم جدا والمشكلة اليوم عندنا إحنا المدير بنتظر لآخر السنة التقييم عادة أن التقييم بيقول لك أنا أوكي عندك أهداف معينة تحقيقها ماشي يلا قد لك آخر السنة بيقول والله ما عليش أنت ما حققت أهداف معينة أو أنت ما عمد كذا فاخترعوا حاجة حلوة اسمها هوتستوف هوتستوف فيدباك هوتستوف السطح الساخن لما تمسك سطح ساخن مباشرة ما بتستنى كده على طول فهي فكرة أن الموظف لو عمل حاجة ما مش مناسبة أو تقصير معين لا تنتظر لآخر السنة عشان تعطيه هذه وهذه اسمها كمان الإدارة بالكمين منجمين باي أمبوش إنه أنتظر أنا آخر لا أمسك طبعا أنت سنة كان لما أقول ولا حاجة فالتقييم مهم جدا لأنه هذا هو عادة بيخلي الموظف يتطور أو يبقى في مكانه اللي هو التقييم المدير فإذا المدير ما كان عنده الحس والجرأة أنه بعض المدير بيخافوا بالتقييم صح بيخافي واجه الموظف صح بتخبى خلف التقييم السنوي يعرف أونلاين وإبعاد هذا زمان خلاص الآن مفروض أنه كل شهر كل أسبوع بل في شركات شركة هذه شركة جي إي عندها تطبيق أبليكيشن تطلب من الموظف يعطي فيدباك من موديل للموظف والعكس بعد كل موقف عبد الرحمن عمل الأمل فلاني send application register آخر السنة بيشوف التقييم يومي يعني مو أنتظر أنا والله آخر السنة كذا لا طبعا لما يكون فيه داعي أكيد يعني مو بس الفكرة أنه لا يعني نصيح للمدراء بشكل عام أنه كن صريح مع الموظف عشان إذا ما كن صريح معه ما رايح يتحسن يعني طبعا العكس صحيح برضو الآن المدير الناجح نجم يبادر لسؤال الموظف عن رأيه فيه رأي الموظف في المدير نعم طبعا وهذه أصعب حاجة تطم المدير يطم الموظف في قيمه هذه فيها فيها دم كيف وليش وأنا وأحسن صح صح لا العلم يقول لك أبدا نسمى رأيه لأنه أنت ما تتطور يا مدير إذا الموظف اللي أنت شغال اللي هو أنت مسؤول عنه يعني يعطى رأي فيك أنت ما طورت نفسك حتقول لي طيب احتمال تفقوا موظفين على مدير احتمال مجموعة موظفين تفقوا أن المدير هذا سيء وهو كويس العلم يقول لا مستحيل وعشان كده نحن ما بناخد الإحصائيات إذا كان لك خمس موظفين فما أكثر هنا ممكن ناخد جانب الإحصائي للموضوع نثق في أكثر نثق أنه خمس موظفين اتفقوا على مدير أنه سيء ما أنا هو سيء ما في نقاش ولازم تطور زي ما صار معي أنا أنا تقييمي كان سيء ممكن يقول لا أنا كويس أنا السيء كنت سيء فتقييم الموظف للمدير جدا مهم والأسف شركات معظمها مقصرة بهذا المجال للأسف هذه يعني شركات جدا جدا نادرة اللي تطلب من الموظف تقييم مديره بشكل دوري وتقيم المدير هذا الأساس تقيم المدير هذا الأساس يعني تطلب من الموظف يقيم مديره والمدير يتقبل هذا التقييم لأنه في النهاية هدف الشركة بشكل عام نجاح المنظومة كلها هو بس الموظف ينجح المدير ينجح مع الموظف لا حتى المدير هذا المسؤول عن الموارد البشرية مهم أن يعرف إيش مشاكله كيف حل المشاكل اللي عنده ولا ما رح يكون أدانا على مدار طويل مناسب هنا هذا الموضوع اللي هو التخطيط الطويل ما نفكر بالسنة سنتين نفكر بالعشر سنوات عشرين سنة تشوف أن التقييم الأفضل هو تقييم مجهول الهوية ولا لا هو شوف دائما الموظف للمدير مجهول الهوية أكيد من موظف لازم آه طبعا عشان كده حقينا موضوع الخمسة لأقل من الخمسة ممكن المدير الذكي يعرف أنه هذا التقييم جاء من فلان علميا أنه أكثر من خمسة لا ما هيعرف ما هيعرف يحكم على مين عشان ما ينتقم منه لو كان مثلا صح ولا لا هذا هو بيد السلطة فالموظف المدير لازم يكون مجهول ما يعرف أبدا المدير مين قيم وكيف قيم وهذا لكن من المدير الموظف طبعا لازم يعرف الموظف أنه مدير يجيس معاه لأنه هي ثكرة فيها نقاش فيها حوار من المدير الموظف لازم العكس لا طيب هذه النقطة كيف أفضل آلية للمدير أنه يقدم مرئياته أو رأيه أو تقييمه تجاه أداء الموظف هذه مهمة يعني كيف أنا أقول الكلام هذا يفرق طريقة طبعا طريقة لازم يكون طريقة جميلة يعني حتى نصح اليوم تنصح شخص صح نصح بطريقة يعني قالبها القالب النصيحة لازم يكون حلو نطيف النصيحة اللي ما فيها تفسير ما فيها يعني تزيين الناس ما بتحبها فأنت كمدير رازم تفكر بطريقة يكون بدايتها مدح أنت كويس وسويت كذا وكذا لكن في حاجات معينة نتكلم فيها فما ينفع بس تعطيه لحاجات السلبية نازم تكون قالبها طبعا نازم موظف يعرف أنه ثقة أثق في مديري أثق أنه هو هدفه مصلحتي هدفه هداف الكبرى لكن هدفه كمان إنساني أنه لما بيحكي لي كلام هذا يخي أنت عصبي يهدى شوي أنت صراحة عملت الموقف الفلاني مع زميلك غلط أنت قصرت أنت يا أخي تيجي كل يوم الساعة تأخر من الساعة ما ينفع ففي حاجات لازم وعشان كده ذكرنا موضوع السطح الساخن إذا أنت تضرت فترة طويلة هتنسى المدير هينسى ليش لأنه لازم يذكر المواقف لازم يذكر المواقف معينة في تقييم حاجة معينة موقف يذكر الموظف بحيث صح معك حق يا مدير أنا أخطأت في هذا الموقف أما كده كلام عام أنت والله تتأخر على كل المشاريع وش المشاريع أنت خلت عليها بلتتذكرها أنت ما عملت الحاجة فلاني زي ما طلبناها منك لا وش الحاجة فلاني وهكذا تذكر مرة قرات أحدهم أنه كان يقول أنه يجب أنك تذكر للموظف نفس الكم السلبي توازيه في إيجابي وأن الإيجابي ما يكون تقوله عرضا فأنت نفس التفصيل اللي أنت بتفصله في السلبي تفصله في الإيجابي فالتجلس تشرح الإيجابي كيف تسويته ثم في المعادلة هذه لكنها تبدو برضو الإدارة صعبة حكينا مرة ثانية إذا أنت ما عندك المقدرة على هذا الموضوع وتخاف تواجه الموظفين وتخاف تتقبل النقد فأنت ما تنفع تكون مدير عادي طيب موحيب يعني إحنا زي ما حكينا يعني مو شرط كل ناس يكون مدرة مو شرط كل شخص موظف ناجح في آخر مسيرة يكون مدير مو شرط ثلاثين سنة لازم تنتهي حياتك في رئيس تنفيذي لا قد تكون أنت في مجال معين مبدع فيه مطور برمجيات مدير مشروع مسوق ماهر مش هتكون أنت مدير على ناس بالعكس والله ترى متعبة يعني الناس لا تعرف تعب المدراء الحقيقي طيب مدير الصح ومو مدير المنصب في مدير المنصب صح مو مقارنة يعني قارن مدير الناجح اللي بيتعب على نفسه اللي بيطور نفسه تطوير نفسك هذه ترى متعبة صح تلاقي وقت في يومك عشان تطور نفسي كمدير التقييم ترى متعب موضوع هذه حالة انسانية يعني واحد فقط طويب خاص بكا مثلا لا صمح الله نفس الموظف هذا انت عارف أنه ما راح يلاقي حاجة كويسة راح يبحث طول عمره عن حاجة ما حيلاقي وانت سبب طيب مو سبب يعني بيد الله العزاق المعروف يعني كن سبب هذا الموضوع انه انت جرت على حظك انه انت لازم تمشي هذا الشخص يعني ليه مدير عشانك مدير يحفت ايه وانت مدير انك تدير ناس كثير معاك ويجب انك تدرك ما ايش اللي يحصل واذا تتكلم عن انسانية والجوانب الانسانية يعني تبدل كل هذا داخل العمل بينما الموظف العادي ما يحتاج يعني أنا همشي اني ادي الواجب اللي عليه وامشي اخر النهار وامشي اخر النهار وتنتي العلاقة انها من نوم الطويل من المريح طبعا وينانت يعني ليش لا هاتي كويس كيف تشوف اليوم يعني مؤخرا هذه السنوات الأخيرة أصبحت ثقافة الأعمال اللي لا تنتهي موجودة يعني كذا ذكرت الحين كبشي ما قلت لك الى ساعة سبعة ويمشي كذا صار فيه توقع من المدير وحتى من الموظف انه ممكن اتصل عليك اي وقت وانت مفترض انك ترود الى اي وقت طيب فيه اجابة تدغدق المشاعر واجابة صريحة أعطيك اجابة صريحة للأسف كلامك صحيح انت دائما سهل الاتصال بك والمدير للأسف ومن الأسف سنة الحياة بيحب الموظف اللي ممكن اصله في اي لحظة ولا يحب الموظف اللي بعد الساعة ستة ما قد اتصل معك سواء نقفل جواله او او هتقول لي هتقول لي لا لازم الواحد تكون عنده حياته الخاصة صح لازم لكن مين حتطور مين حتقدم في الوظيفة مين اللي راح يكون الرضا عليه اكبر مين راح يكون عنده فرص لتحصيل الوظيفة افضل منصب اعلى اهتمام اكبر هو الموظف اللي دائما موجود مو موجود بس دائما ممكن اتصل عليه يعني مثال انت الان يوم الخميس جاك طلب من مديرك الساعة مثلا نقول خمسة وانت مشيت هل الافضل انك ترد عليه مثلا يوم الجمعة بعد الصلاة كده ترد عليه مثلا بالايميل او تنتظر لتصباح يوم الاحد ترد عليه الان الجانب الانساني بيقول لك يا مدير ما انت بعد الساعة خمسة ايميل تطلب من شخص صح هذا الجانب الانساني لكن اضطر المدير يعمل هذا الكلام هل انا كموظف هقول له ما عليش انت طبعا هو ما يقدر علومك او يعاتبك لكن داخليا من الموظف اللي راح يكون عنده حظه اكبر عند المدير الموظف اللي بعد الساعة خمسة خلاص نراكم يوم الاحد القادم ان شاء الله ولا الموظف اللي الساعة مثلا سبعة ثمانية تسعة بعد الساعة الجمعة فتح الايميل كده شاف ورد اكيد الموظف الثاني يعني ما عليش مهما حاولنا نزين الأمور ونلا المدير راح يحب ويحترم ويقدر الشخص هذا اكثر ما انه شخص التاني الأول ما اخطأ انه قالوا خلاص انه ساعة خمسة وبعدين ما عليش انا عندي حياتي الخاص انا بروح استراحها مع خوياي كده ممكن وانا ما عليش انا مو يعني مو شركة الوالد هي شركة عامة انا خلصت وظيفة كلام صح لكن تطور يعني الاختيار ما بين التنافس الشديد راح يكون على الوظائف هيتذكروا انه فلان والله متفاني زيادة شوي وهي ترى هي منافسة يعني الناس ما بعرفوا انه انت مثلا ما اقرانك اليوم هي منافسة في الشركة الكبرى خاصة تقييمك بتم على هذا الاساس في اهداف معروفة وفي اهداف غير معروفة غير مذكورة غير مذكور هذه هي التقييم غير المذكور اللي هو بسموها تمشي لخطوة الزيادة صح هل عندك استعداد تمشي يعني احد الوزراء معروف عنهم معالي الوزراء انه بيحب يوم السبت يجمع الموظفين عشان الموضوع المهم محتاجه كده صفاءة ذهنية ممكن الموظف يقول اخي ما السبت يوم السبت اخي ما مع العيان وكذا او واحد يقول لا السبت جاي بالعكس مناسب وانه انت اخذ موقتك معالي الوزير فانه اخذ موقتك كمان كموظف ف يعني الاجابة ما عليش لما قلنا هي اجابة تغذي المشاعر لا ولا يهمك خلاص بعد الساعة خمسة قفل الجواء وحياتك الخاصة مهمة وحياتك العائلية وهو حلو بس ما توكل عيش النصيحة نصيحة مجرب دائما خليك متصل وعلى فكرة للأمانة الان شبكات الاجتماعية النحي السلبية فيها انحنا دائما متصلين يعني يعطيني شخص واحد يقولك انا خلاص بعد الساعة خمسة ما راح افتح تويتر او سناب شات او انستغرام ما مستحيل صح ولو كده الساعة عشر بالليل شوف البوست كم لايك اخذ عد لايكات صح فما تقول لي انه ما عندك اتصال عندك اتصال وانت فاتح الانستغرام وكده بس بالله يعدي على الاميل شوف اذا في حاجة كده او الواتس اوب بعثك حاجة المدير وحاول ترد عليه اللي النصيحة بس ما مخترت دور الشركات المحترمة انها تجبر المنظومة كاملة المدير والموظف انهم لا يعملون خارج نطاق العمل لا طبعا المنظومة لازم تجبر الموظف وليس تجبر الموظفين عنده هدف سواء منظومة حكومية او منظومة قطاع خاص هل الهدف يتحقق بعمل من الساعة سبعة للثلاثة او ثمانية للأربعة او خمسة انا اقول لك لا ما يتحقق للأسف الوقت الان احنا في عصر اللي لازم عندنا دائما حاجات نعملها دائما حاجات نقدمها دائما حاجات في منافسة شديدة قطاع الخاص منافسة شديدة وخطاع حكومي تخريق رأي عشرين ثلاثين الى آخرين فما يتقول لا والله ما عايش أنا عندي تساعة ساعات باليوم هي ما عندي غيرها لا عندك غيرها عندك كده ساعة بالليل ساعة ويكند تمام فيمكن يكون شعار الشركات او الجهات انه لا لا احنا مع موازنة ما بين الحياة والعمل ويرك لايف بلنس صح نحن شعار شعار سهل نرفع شعار كده احنا نهتم بالموضوع لكن فعليا فعليا لو فكرت فيها كلام غير صحيح ما مثلا اوكي يعني من الاشياء اللي يعني اتذكرها مثلا سلاك واحدة من الشركات بغض النظر عن ان العمل على سلاك امر مزعج او على وقت اكثر ازعاج لكن الشاهدين انه في في مقرهم الرئيسي كانوا يكتبون يعني هم كاتبين هذا العبارة انه اعمل بالجد داخل الشركة وغادر حلو الفكرة انه تسع ساعات وثمان ساعات كافية لانك تنتج انك تغير الكرة ارضيها من فكرة ابيها بس يعني اذا كانت تسع ساعات حقيقية بلا سبكات اجتماعية بلا طيب يا عبد الرحمن للسؤال اليوم الموظف اللي جالس في مكتبه من الصباح الى الساعة اربعة والساعة خمسة وثلاثة كم كفاءة الانتاج يعني نخذنا ثمان ساعات كم ساعة فعلية بيشتغلها الموظف سؤال ما ادري بس مثلا اتذكر التصريح سابق لوزير كان يقول انه في القطاع الحكومي كانت ساعة قطاع الخاص عشان نكون احنا شوية متراخيين وتسعين اربعة ساعات اربعة ساعات حسنت طيب خمس ساعات هذه ونجيب بالخمس ساعات يعني متاجر تعويض كلام سلاك صحيح اشتغل بجد عطيني تسع ساعات من العمل المستمر التركيز المستمر دوما تفتح كده شوشال ميديا او واتس اوب او 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 وانا موافق بس الشركات عارفة انه انا ما اقدر اجبل الموظف يكون تسع ساعات تركيز كامل مش منطقي كمان صح فتوقع الشركات او الجهات انه اوكي انا بتساهل ساعات بس انت كمان هتكون كده حرفي يعني انت جايز في مكان عمل وكده مثلا نص ساعة ساعة بتشوف الواتساب اجتماعية بتصولف مع فلان كده طيب هذه الساعة ساعتين مو منحق كشركة ياخذها منك في وقت آخر سواء بعمل زيادة او سواء بيوم اتوقع انه ما فيها يعني هي معادلة ما هي ظالمة لانو احنا ما عندنا صعب ترى مو طبيعة بشرية هذي اني اركز ساعة ساعات صعبة او ثمان ساعات ما تقدر طيب كيف عوض هذه وين عوضها وعندي اجازات وعندي ويك اند وعندي وعندي طيب اخي ساعة بالويك اند كده طيب ايش رايك ليسير في الدول الاسكندنافية والآن اربع ايام عمل اربع ايام الآن اسبانيا برضو تحولت الى هذا ثلاثي ايام ما تحول شو مرة ثانية هذه اعرف خبر كده يطلع بعدين تجربة في مايكروسوفت اليابان اربع ايام عمل واناخد نجاح طيب بعدين نكمله شوي صار نجاح وين المشكلة طبعا في مشاكل وفكورس يعني كل لا لا مو كلها والآن الابحاث بتقول انه هيرجع مرتين اربع ايام ونص وخمس ايام مشكلة نحن دائما منسمع الخبر الحلو بعدين الخبر اللي بعده ما منسمعه ما بنتابع صح لا طبعا لازم نتابع شوف طب اوكي هل اربع ايام هذه ساعة فاتت اربع ايام تركيز كافية لحقق اهدافك لا غير كافية غير كافية وبالاكس وجد انها صار استرس اكبر على الموظف لانه اذا غاب ثلاث ايام ورجع مرة ثانية بعد الثلاث ايام هذه حيكون عنده تراكم الرسائل الايميل وكذا محتاجة يوم كامل علميا هذا كلام يعني جامعات ان تبحث نتائج الاربع ايام عمل انا قرأته انا قرأت معظم من قرأته ما هي فتجربة ناجحة بالمكلة وليسارة في الدول اسكندران شكل عام وان راحة لليابان بعض الجهات بثكل فيها اسبانيا ذا ما تفضلت تمام وفي بعض الجهات اصلا مستحيل تكون اربع ايام عمل مثلا قطاعات الصحية قطاعات اللي فيها خدمة عملاء طيب انت تعطي نص الشركة نص الشركة لدارية مثلا اربع ايام والموظفين ثانية خمسة ما في عدل فيها في مشاكل على الموضوع هذا ما ندور على الشعارات الحلوة وعلى التجربة الحلوة ندور على الزبدة طيب على الزبدة ودي انا خدت كثير على المدير الموظف كيف ممكن يطور بالنفس يشتغل على النياز يصبح أفضل والله شوف يعني اليوم ما في عذر عند اي موظف انه ما يطور نفسه زمان كان فيه انه ما عندي وسائل اذا ما رسلتني دورة اتعلم فيها ما راح ما راح اخدمك الان الوسائل الموجودة يعني سواء تتعلم لغة جديدة يعني عجبني مثلا احدى التطبيقات بيقول لك عندك ربع عندك ربع ساعة عندك وقت ربع ساعة ان تروح على شبكات اجتماعية طيب تعال عندي ربع ساعة باليوم علمك لغة خلال سنة لغة لغة كاملة جديدة من الصفر تكلم لغة تتخيط تكلم اسباني فرنسي طيب يا موظف يا حبيبي ما يستحق الوقت منك ربع ساعة مصد ساعة هذه تتعلم حاجة جديدة والله عبد الرحمن اتمنى لو نجح الوقت فينا وكنا في الوقت الحالي اللي هي وسائل المتاحة للتعلم سواء الجوانب اللي نسميها soft skills المهارات الاجتماعية او الحاجات اللي فيها تقنيات معينة لغة برمجة مهارة معينة موجودة بكثرة وبأسعار يعني شبه مجانية ببعضها صح؟ وبشهادات كمان لو حبيت فهي محتاجة حافز داخلي عند الموظف انه انا اندي وسائل هذه اضيع وقتي على مرة ثانية شوشال ميديا واتساب الاخر تضيع اني الربو ساعة ونصف ساعة لو واحد يركز وهو بس فتح التويتر ولا شي تلك تمركز ساعة يعني انا تمنى مثلا الناس بلوموا انه احنا بنحاول مقيم الوقت للأطفال انا اتمنى حال يجي كده وولي تعالي اطيني الجهاز ماليش سبرا اطقي لعب كافي خالص كافي اليوم ساعة على تويتر او مساعة على سناب شات او كده صح نتمنى ذلك طبعا ما في ما في حافز داخلي يعرف بعض الزملاء عامل نفسه سكين تايم ماشي بس ما فيها باسوورد كل ما يخلص بدخل للباسوورد ربع ساعة زيادة زيادة راح تساعة فكلامك صح هي محتاجة يعني الموظف يحس انه عندك فرصة ذهبية في حياتك الآن تتعلم حاجة جديدة لا تضيع الفرصة هذه بيعني لك كمدير انه تعلم مثلا شي معين وش الاشياء اللي انت لو شفتها في الموظف يبدأ يكبر في عينك طبعا اي حاجة خارج نطاق عمله يساعد الشركة بشكل عام يعني موظف مثلا شغال في دائرة معينة مثلا في المالية كويس ولقنا بتعلم تسويق او مبيعات لانه هو بتعامل كثير مع الاخسام الاخرى بس مو فعام شغلهم ايش بسوه ايش ان المبيعات ايش ان تسويق فبتعلم هذه المهارة اللي هي زيادة عن مهارة العمل اللي عنده حيث يفهم المنظومة بشكل اكبر هذا صراحة هذا لما يكون نقم واحد رقم اثنين اللي بتعلم حاجات لها علاقة بعمله بحيث يكون متخصص اكثر فيها يعني فاهم لغة برمجة في قناة الـ اي تي مثلا تعلم لغة برمجة ثانية مهمة للشركة ودلما شركت تعين واحد من برا هي لقت واحد عندها تعلم هذه اللغة وصار هو خبير فيها الذكاء الصناعي الان موضوع مهم طيب اجيب واحد دارس في جامعة خارجي عشان يتعيه ويقول لأنت تعلمت الوحدك عن طريق المواقع الموجودة امامك اليوم المجانية فا وعفك الشركات المحترمة بتعطي لهذا الامر تخيم كبير يعني الموظف بتقول له ايش تعلمت خلال السنة الماضية يا موظف يا محتر ايش تعلمت خلال السنة الماضية حاجة جديدة من خارج نطق عملك وعفكرة هذه كمان في المقابلات دي من اهم سؤال صح من اهم اسئلة مهمة يقابلوا الشخص بقول ايش تعلمت خلال متى السنة الماضية ايش تعلمت عطينا حاجة كده جديدة تعلمتها لازم كونتك انت حاجة فعليا عشان تقلع الناس فيها ف والوسائل صراحة ما في حجة ما في عذر الوقت موجود الوسائل الاحتراق الوظيفي كيف يتعامل المدير مع الاحتراق الوظيفي وكيف يقدر يعرفه مع الموظفيين والله انا من مدرست اللي هي تحاول يتعالج الأمر قبل ما يصير يعني انصار الاحتراق الوظيفي وخلص الموظف وصلت معاه لمرحلة وخلص وصلت معاي قاعد بكون موقت متأخر صراحة هي تابع شوف هل الموظف هذا اللود اللي عليه او المهام اللي عنده زايد عن ما كان وقته مع طريقة اداءه هل مع الناس يساعدوه اذا كان وظيف المدير يعالجها اول باول اما تنتظر اخر لحظة حيكون يعني واحد من الموظفين كان معا ينشتغل معانا ترك الشركة وراح شركة ثانية فكان سؤال الزمنة انه ايش المميز في الشركة الثانية لا بصلي المغرب مع اياني في البيت يعني شوف بس هذه المميزة انا بروح خلص المغرب بكون بالبيت مو معاكم نصر الليل وكذا فانت لا تنتظر نوصل الوحل لهذه المرحلة ان الوظف يصير يعني هو يبحث عن حاجة تكون المهام اقل او الاهتمام اقل لا بادر شوف مثلا محتاج الناس يساعدوه محتاج تغير المهام محتاج تغير وظيفته نفسه حيث كان الوظيف في المدير جدا صعب هذه واحدة منهم وشيء هل هناك مؤشرات معينة تدل على انه في حالة احترام الاداء عادة بقل تلاقي الاداء بقل يعني نفس الجهد المبذول لكن الاداء الاؤتبوت الناتج يكون واضح انه في نقص يضرب كبير وما في اسباب طبعا ذكاء الاجتماعي للمدير نازم يحاول يفهم هذا السبب انه هو فقط مركز على شغل زيادة الحبتين ولا هو نفس الشخص تعب خلاص زم ما حكينا في بعض الوظيف عشر سنوات نفس الوظيفة طيب يعني ساعد الموظف هذا يروح مكان ثاني سواء داخل الشركة قطاع ثاني اتعلم موضوع التعلم هذا مهم فهذه من الحاجات اللي لازم مدير دائما يكون مبادر مبادر ما تنتظر بعد سنة عشان نتائج السيئة تشوفها أمامك لقيت واحد بدأ يعني كذا فيه واضح أنه إجهاد وش تسوي كمدير كمدير مرة ثانية كيف أساعدك تحكي لي كيف أساعدك أنا ما ما يرضيني تكون أنت وتعبان ومجهد كيف أساعدك مرة ثانية المدير لازم يحارب يعني أوكي محتاج موظفة زيادة معاه ما عندنا صراحة مزانية تعيي ناس جداد هذا دم الرد السهل هذا ما في مزانية ما عندنا عدد محين هذا هو عدد هذا موجود كيفك هذا موجود طيب وين الإبداع المدير اللي لازم يفكر بطريقة طيب لو وزعنا لو عملنا لو عملنا غيرنا الوظيفة جبنا واحد تاني مكان وعطينا وظيفة المدير لازم يتحرك صعب تنجح الموضفة تقوله طرح ما قدر ساعدك خلاص هذه هي طب انتهيش موجود حكينا مدير وظيفة مدير فقط يأخذ النتائج وهو جالس في مكتبه هذه راحة الزمان الآن لازم أنت تحل المشاكل حلال المشاكل هو المدير طيب ودي أعرف الحين في نقطة مهمة ندري أنك تصوري عنك أنك تكرش بكات الاجتماعية صحيح ولا والله لا لا صحيح والدليل أنا موجود فيها من متى من أول من سنتين 2008 في تويتر بالعكس أكرهها للأطفال للبالغيين أنا أحبها للبالغيين لأنها صراحة أخوة واحد بتعطيك صورة جيدة عن توجه بشكل عام المجتمع اللي حولك سواء المجتمع اللي يهمك من ناحية إنسانية أو من ناحية تقنية شوف الناس الأذكية وتتعلم أنا بستفيد طبعا مرة ثانية تبحث عن الناس اللي عندهم فائدة اللي عندهم كلام مفيد يعني أنا كل يوم أتعلم حاجة جديدة كل يوم بس ما أروح على الانفلونسر المؤثرين اللي صاروا مؤثرين لأسباب قد لا تكون لها علاقة بكفاءته أو نجاحه أو نجاحها فقط خلص اشتهر لحاجة معينة يبحث عن الناس المميزين وتابعهم واسألهم والتفاعل معهم بالعكس أنا لا الشبكة الجسمعية أشوفها صراحة للبالغين الأطفال طبعا لا المدمر أكيد كم تقطيهم على الشبكة الجسمعية كم في الساعة كم ساعة كم ساعة باليوم يعني أنا عندي بالتابعة دائما بشوف حالي أتوقع موكتب من ساعة نعم موكتب من ساعة وبعض الأيام ما بتذكر إلا إنه خلاص انتهى اليوم وما ما شفت إيصار إيصاب العالم لأن صراحة فائدة مهمة إيصاب العالم إيصار حولك إيصار تطور تغير هي الآن مصدر المعلومات صار طبعا محتاج أكيد نتأكد من المعلومة لكن ما تقول الله خلاص أنغبت عنها وما حرج ما ما ينفع وطبعا واحد يحاول ما يكثر يعني هي المشكلة اليوم عبد الرحمن الناس بتروح إلى سناب شات انستغرام تويتر فيسبوك بيلف عليهم كلهم صعبة كواحد شخص بالغ وطبع هذه أكبر مشكلة كمان في تربية الأطفال إذا الأطفال شافوا الأب أو الأم عندهم هذه الهوس بالجتماعية ما تكبرت تخنوحهم أنه هذا الكلام غلط هذه أكبر مشكلة ترى اليوم في التربية أنه أنت كأب أو كأم عندك بتتابع هنا وهنا وهنا طيب كيف توقع للطفل ما يقلدك أو ما يعتبر أنه أنت نموذج غير ناجح للتقليد أطفالك كم عمار؟ عندي بنتك كبيرة عشرين وصغير أحد عشر أبقى أثرت أنت ولد بنتك الكبيرة متى دخلت سباكة الاجتماعية؟ كل هذه عندي قاعدة ممنوع قبل خمستاش خمستاشر سنة ممنوع أبدا يعني بنتك الصغر ما إلا لا ما تعبين ما عندها ولا حاجة أنا بنتي الآن دخل الجامعة صيدلة عمرها سبعتاشر سنة أعتقد مرظم حياتها كانت الوحيدة لما عندها لا انستجرام ولا سناب شاتها الصف الوحيدة الوحيدة ما فيه بين أقرانها أيها الله منطقي مرأة قلت لقلت لي أنا الوحيدة طيب أوكي تلوحيدة تيرين نقطة لا لا من فيه أنا الوحيدة طيب أنا أبغى أيها أبغى لما يكون حاجة مش مفيدة وطرى هذه فكرة عجبتني أنا إيش خالني أغير نظرتي سأل مرة أباء ومهاتف أمريكا لو عندكم طلب واحد لتحسين تربية أطفالكم إيش هو الطلب قالوا ما يكون في إنترنت آه فأنا قلت أوكي طيب هذه سهلة ممكن نعملها ليش يعني ليش بتمنوا ذلك إحنا ممكن نعملها وعملتها طبقتها على أطفال يعني لأنه حمر 15 سنة ممنوع شبكة اجتماعية بأي طريقة كانت فقط شبكة اجتماعية أو لا خلني أعرف الآن عندهم أجهزة ذكية طبعا عندهم أجهزة ذكية عندهم جوال جوال كمبيوتر بس محتاجة إيش الرقابة تكون عليها يعني الناس بيقولوا دايما امنع باي ديفولت أنا بقولك لا أنت ما تفتحش أي حاجة إلا تكون متأكد منها يعني اليوم مثلا أنت اطفالك عنده كمبيوتر وعنده مصفح انترنت حلو لازم يكون على هذه الجهاز وهذا علميا برنامج رقابة لازم لازم يكون عندك في البيت الراوتر عليه برنامج رقابة لازم يعني هذا مو ترى مو حاجة زيادة هذي بايسيكس هذي أساسيات هذي كل خبراء العلم النفس بالعالم بيقولوا ممنوع يكون عند الطفل مدخل على الانترنت بدون رقابة شديدة شديدة جدا يعني اللي هي على الجهاز متصفح وعلى الراوتر كمان الحمد لله في السعودية عندنا تنظيف كبير من عبدالجيز العلمية ومن هاي تفصيرات الحمد لله بس في دور ثاني بس على الأب والأم اللي هو الليفل التاني هذا مدوع اليوتيوب مثلا ممنوع اليوتيوب تحت الخمسطعش هذا كلام هذا كلام مو كلام كلام جوجل جوجل بيقول لك بحاولهم يتطعوا من المسؤولية بأنه إحنا هذا الكبار ترى اليوتيوب والأطفال مع الرقابة إيش الرقابة تجد يسمعهم على المقاطع تجد يسمعهم مو تضع خذ يا باو عيش حياتك افتح كده روح على غرفتك ويحضر ما بلالك هذا علميا نفسيا طبييا غلط هذا مو كلام يعني يمكن طبقت حاجة حتى يعني العلم بأمريكا بيقول لك يا أب ويا أم لازم يكون عندك كلمة السر وليوزر نيم لكل شيء تجد يسمعي لأطفالك ولازم كل أسبوع الأكثر تدخل على مواقعهم وتشوف مع مين بتتكلموا ويش عملوا ويش سووا لازم شفت هذه نظرة وجهك هذه ترى أساسية والخصوصية وين ما في خصوصية ما في خصوصية ما في خصوصية هذا مو كلام هذا كلام العلم ما تترك طفلك أو طفلك يعيش في عالم مخيف بدون من أقابة شديدة عليه يعني هذا كلام قلت مرة كتاب حلو تتكلم عن هذا الموضوع لمؤلفين أمريكيين في هذا المجال في مجال التربية الأطفال ما شه يسمه؟ اسمه The Big Disconnect أمام الانقطاع الكبير فبيقول لك لو جاك ابنك وقال لك يا أبي ألا تثقوا بي فإن وثقت به فأنت أحمق أيها الله هذا كلام المؤلف خبير علم التربية لأطفال لأنه أنت مهما المغريات يقول لك في بعض الناس يا أخي أنا زرعت فيه الوازع الديني والحب وهذا طيب وعدين أنه علمته سباحة ورميته في المحيط في مصف الليل طيب أسبح هو سب يعني ممكن أن يسبح مو بالمحيط ممكن في مسبح تحت شرافك أما تدركه في ذا ما ينفع فهنا أكبر غلط للأبا والأمهات اللي هي أنه أنا خلص يا رب وكلتك أمر أطفالي فضل يا رب هذا يوتيوب يا رب يعني إن شاء الله ما يروح على حاجة غلط إن شاء الله ما يشوف 27% من 27% من محتوى الانترنت اليوم إباحي 27% يعني احتمالية الطفل أو الطفلة توصل بالغلط بحث احتمال كبير جدا فأنت بتعطيه طريقة يوصل لهذا المكان يعني أنت بتعطيه يعني وسيلة فأني موضوع الرقابة يعني هذا لازم ثم هي محتاجة توعية أكثر للأهل بشكل عام بخاطر الانترنت أولا وشبهات اجتماعية والمسؤولية ثانيا يعني أنت كأب وأم لو شعرت أنه أنا مسؤول وعارف أنه أنت ترى ما في غيرك يعني ما ينفع تتحكي الأمر للمدرسة المدرسة اليوم مع المشكلة التي احنا فيها الكورونا وكذا ما عندها حل يعني خلص كله أونلاين فالطفل الآن خلص أونلاين يعني زمان كان من المدرسة مثلا تسع ساعات بعدين بالبيت ممكن الأهل يراقبوا الآن لا من الساعة ثمانية إلى الساعة ثمانية هو أونلاين فإذا ما في رقابة على الأونلاين هذا وما في تقنين يعني مشكلة كبيرة كيف قدرت أنك تقنع أطفالك بتصور هذه المقارنة مع الأقران مشكلة يعني على الوحيد صعبة يعني هي صعبة بس هي كانت ذكرة أن زراعت موضوع أنه هذا من حرصي عليكم يعني أنا تعب لأن أنا بتعب عشان أتعلم البرامج الرقابية وكذا أقول شوف تعال كيف أنا برنامج هذا اللي عملته هذا كذا كذا ليش عملته هذا برنامج لأنه في مخاطر عليكم أنتم لسه صغار ما هتفهموها ما هتعرفوا المشاكل اللي حتي أنا ثقوا فيه طبعا أنا وزوجتي أضعي حفظها يعني لأنه في هذا الهيتيم ورك أنا ما تريد تقول ولا أنا لوحدي لا محتاج الأب والأم وهذا مثال أذكر لك سيء أحد الأصدقاء شاف طريقة التعامل مع الأطفال فقابت أحب أتعلم منك إيش مطلوب طيب مطلوب كنت تعني نمبر واحد واحد برنامج رقابة على جهازهم وعلى جهازك وعلى الراوتر قابت أشوف اليوتيوب وقاب كده وقالي والله متعب بالموضوع وكذا خلص وكرتهم لله وربنا إن شاء الله يحمدهم طيب الآن مع ثروة البيتكوين والكبتو كورنسي والعملة الرقمية هذه صار خبير فيها تقول كيف يا أفلان قال اليوتيوب موجود قال كل يوم نص ساعة ساعة بس بفهم بقرب طب يا حبيبي عشان مئة ألف ريال تقضي ساعات على اليوتيوب وتتعلم عشان استثمارك في أطفالك ما عندك نص ساعة في اليوم فطبع الموضوع محزن إنه في النهاية تربية طرى مو سهلة يعني الرعاية والتربية مو سهلة فموضوع الأقران إنه أنت لازم تعاوضهم يعني تعاويد من ناحية عاطفة طبعا ومن ناحية كمان لازم للاقوا حاجة في حياتهم يعني اليوم ليش الأهل بيستسهدوا الشبكات الاجتماعية لأنها بتريحوا من موضوع إنه يا خينا تفشران أنا زهقان صح؟ طيب إذا أنت ما ما كنت سي يؤو بالبيت سي يؤو تشيف entertainment officer يعني الأب مسؤول يكون هو المسؤول الرئيسي على ترفيه الأطفال وترفيه مش بس بالشبكات الاجتماعية يبحث عن الحاجات معينة يتميزوا فيها تفوقوا فيها رح يجي كلهم يقول يا أخي أنا محروم أنا ما عندي سناب شات كلهم عندي أنا ما عندي أنا الآن ما عرف إيش صار مع البلات مع صديقاتي مع كذا ما في مجال يعني للأسف المخاطر من وإنا دعا أنا كنت شديد وحرمت لكن إيش النتائج أنا أتكلم أنا عندي نتائج صح أنا تطبقت حاجة معينة الحرمان الكامل من الشبكات الاجتماعية والرقابة القاسية على الإنترنت الحمد لله طيب إيش النتائج نتائج إنسان تفوق علميا الآن تدرس صيد الله في جامعة تتجربة العالم العشرين في لندن بنتي محبوبة اجتماعيا من صديقاتها وأقرانها والحمد لله محافظة فإن أنا شايف الأثر اللي أنا أوكي كان في دموع في الطريق يعني عارف اللي هي يا بابا يشمعنا يا بابا أوكي دازم تتحمل يعني هي أسهل حل أنه كان مقتنع من أول مرة يعني كان إسرار طبعا أنا بيقول للناس الموضوع مو سهل يعني مرة ثانية أنت عندك بيئة كلها تدفع صواء صواء هي أهم حاجة الأهل إذا أنت تستطيع أنك تقيم أو تقيد استخدامك للشبكة الاجتماعية هم هيتعلموا منك يعني عارف يعني فكرة أنها مو حاجة جلسين نحن في المطاعم تشوف مثل المطاعم صح بعض المطاعم عائلات جلسين كل واحد ما آجي هذا صح فما تتوقع من الطفل أنه يكون غير على الأب أو الأم فهي كن أنت المثال اللي تحب يكون أطفالك مثله وكن يعني صراحة إصرار شديد طبعا موله واحد يعني عارف أنه في قصص حلوة زي كدك يعني مو خاصة ألاكيد يعني فيه ناس غيري واتمنى ما أكون حالة نادرة لأنه صراحة الموضوع مؤثر على الجميع يعني الأثر المدمر على الشبكات الاجتماعية على الطفل من ناحية الاكتئاب من ناحية دائما البحث عن الأفضل وعدم الرضب الموجود يعني أنا أتمنى أحد يقول لي فائدة مهمة لبنت عمرها 12 سنة عندها انستجرام أتمنى شخص يقلعني أتمنى شخص يقول لي لا ولا لا تكون عندها انستجرام لأنها أتمنى وأنه عندها وقت فراغ كبير شكرا طيب الوقت الفراغ هذا يعني أنت وظيفتك يا أب أو يا أم ابحث عن أشياء تعب وقت فراغ يعني هقول لك دائما هم يطفشنين طيب أنت السبب يعني سوري يعني هي لا تتوقع الطفل يبحث عن حاجات تعمل وقته إذا أنت ما كان عندك أفكار ومحتاجة دراسة وعلم ومحتاجة تخطيط ومحتاجة تعب أكيد نقولنا مرة تانية السهل خطير أنت يا أب يا أم استشعر بأهمية الموضوع أنه بتأكد لو الأب والأم جالسوا كده مع نفسهم وشافوا إيش المخاطر اللي ممكن يعني بسموها دائما الورست كيس سيناريو إيش أسوأ حاجة ممكن تصير لو أنا بنتي أو ابني عندهم شبكات اجتماعية بدون رقابة إيش ممكن تصير ناخد أسوأ احتمال وأمشي من هناك إن أحاول أمنع هذا بأسريب معاكسة أعطيهم أمثلة أخرى أعطيهم حاجات يعملوها يعني بنتي الآن عمرها 11 سنة بدأت تعمل عمال كروشي لوحدها تخيض بنت عمرها 13 سنة تخيض زي طيب حلو ماشي why not حلو بنتي اللي اللي هي الآن صيدة الكلام فرنسي بطلاقة من التطبيقات الموجودة فأنت لما تخلي الطفل محشور ما عنده خمس ساعات ست ساعات على وطرى هذا الوقت اللي عنده الأطفال بأي ذا وي يعني أنا مرة واحد من الأصدقاء اختنع يبدأ بالموضوع يبدأ بالموضوع بتقييد الوقت المتاح نبدأ نعرف أقوشي كم هو ابنك اللي عمره 12 سنة بيقضي على شكلات اجتماعية عملنا على أي تطبيق موجود على أي جهاز خمس ساعات باليوم خمس ساعات بيدخل على انستجرام سناب شات انستجرام سناب شات تيك توك طبعا كمان من طيب خمس ساعات هذه ألا تعتقد أيها الأب المحترم لو أخذنا من خمس ساعات هذه ساعة أو ساعتين لحاجة ثانية أنه ابنك ممكن يكون إنسان أفضل بعد فترة يعني هذا هو اللقاشه بحوة دائما أجريه مع الأهل أنه طيب أنت تركته على ذراحته في النهاية هذا استثمار صاروا بالغين طيب من العشرة إلى طمانطعش ثمان سنوات لو استثمرت في أي حاجة ألا تعتقد أنه سيكون إنسان أفضل سواء للمجتمع أو لنفسه جاب طبعا أكيد طيب ماذا عملت يعني ما هو دورك غير أنك أنت جبت اشتريت الجهاز الجوال شكرا وإنترنت شكرا طيب وعدين والله بس ما استفدنا يعني عارف فهي يعني ترهيب وترهيب ترهيب من المشاكل والمصائب وترهيب أن أنت تصنع إنسان أفضل للمستقبل به وهذه كمان الحاجة الأب اكتخل فيها أكيد أو الأم أنه أنا صناعة إنسان شوفه مميز بتكلم أربع لغات مميز في حياته وموالله صح عنده عشر ألافولوور في إنستجرام هذا هو الفرق والأسف ما عندك ما في عشر ألافولور أكيد يعني ما تأكد أنه الأطفال ما عندهم عندهم هدف ما عندهم هذا التوجه خاصة ما كانوا مشاهير يعني فوالله موضوع مرغم أنك ممكن تتفاجئ بشياء في تيك توك بابي آه طبعا أكيد الممتازة بس الفكرة والتيك توك الآن بدأوا شوية يضعوا رقابة أبوية أفضل صار في يعني فيه اهتمام حتى إنستجرام أمس أعلن أنه فيه نسخة إنستجرام للأطفال حتطلع فيه إدراك عالمي بخطورة الموضوع والأهل دورهم الآن في ظل غياب البرامج هذه للأطفال يمنعوهم عنها يعني ما في عبد الرحمن ما هو عذر بأنه كل الناس عندهم هذا يعني هذا عذر يعني غير مقبول بأنه يا خي ما عليش أنا كل بنات عندهم يوتيوب أكسس ليش أنت بندك ما عندها لأنه غلط لأنه غلط لأنه يا حبيبي اليوتيوب حتى واحد مرة قالها حلوة قال أشك أنه عند جوجل عندها ناس عندهم أطفال أي والله أشك أنه من يوتيوب قال مستحيل شركة فيه ناس عندها أطفال وعندها يوتيوب أو ما عملت رقابة لليوتيوب يعني يوتيوب هي زيرو وان يعني يا منع كامل أو فتح كامل ما عندهم عمل يوتيوب كيدز وطلع ثاشة أنه جاءت حاجات غلط عليه الشاهد يعني ف طب اللي يقولك أنا أعطيه أطفال وهم كل يتفرجون منتجات أطفال يعني لو تشوفها ما دري آش آش أو سلم ما دري يعني خرف كده لي لا 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 طيب حلو بس أنت معهم يعني أنت جالس معهم لا لا يعني بس أسمع لا مو أسمع طيب بس أنت ممكن في لحظة تغفر يعني هذا اللي يستنسون عليه لغاء يعني كده حلو أنت مشكلة عبد الرحمن يعني هي مرة ثانية ما هو حل علشان يستنسوا على حاجة فيها خطر ولا وخمسة بالمئة يعني هذه فكرة أنه أنت يعني في مجال يدخل منه حاجة تدمر حياتهم من الأبد تكفلها طبعا اليوتيوب مثلا ممكن أجلس مع بنتي الليهم 11 سنة ونحضر مع بعض ما في هذا الحل الوحيد أما أتركها فضلي هذا الجهاز ويلا روحي أحضري حاجات أنا يعني أضمن هي ما أضمن إيش اللي الآد تطلع الآد واليوتيوب معمول طريقة أنت عارف يعني لأسف ما فيها رعاية ممكن أطفال يستخدموه ونحن أدري الكبار شايفين شي بطلعنا في الدعايات وكذا وآد طيب لما يجي الطفلك لو قل لك هذا السؤال اللي أنت بشيء ذكرته حسنا فعلا يعني عمرها 13 أو عمره 13 في هذا العمر هو يشعر أنه خلاص أنا كبير ليش ما تذك فيني هذا السؤال ممتاز وعلميا في جزء بالدماغ اسمه الفورتكس اللي هو الجزء الأمام من الدماغ الكورتكس عفوا فرونتال كورتكس وظيفته إدراك عواقب الأمور إدراك عواقب الأمور يعني أنت اليوم لو تأخرت على دوامك أنت عارف أنه العاقبة راح تكون احتمال يكون فيه خصمع وكذا هذا الجزء بالدماغ هذا الجزء بالدماغ لا يكتمل نموه إلا العمر 22 يعني أنت لحد إلى عمر 22 سنة ما عند الطفل أو المراهق إدراك لخطورة أعماله اللي ممكن يعملها الشبكات الاجتماعية في الانترنت يعني ما تقدر تلومه لو أخطأ لو أرسل صورة خطأ لو تنمر على شخص بطريقة غلط لو ما عندهم مقدرة ف إيش رحل الطفل أنت لسه يا بابا لسه ما تقدر تحدد مشاكل أمامك اللي حتيجيك فأنا عشان يعني عشان أحميك لازم أمنعك وزي ما حكينا يعني ممكن ما يقتنع أول مرة ووحد قال لي احتمال حيدور من خلف ظهرك طيب من خلف ظهري ما أنا موجود لازم أكون حريص لازم ما خلص أنا قفز عليه ونمت ما هي متابعة متابعة طيب احتمال يخل راح عند ولد عمه ولد عمه عنده أكسس طب إذا أو حدد وهذه من القواعد المهمة في إدارة الأطفال في الإنترنت معرفة الأقران توجهات الأقران أهل الأقران أقاربك أنا عارف أقاربك أنا عارف أقاربي مثلا أعرف أنه فلان هذا ما عنده قيود أنا أعطيهم نتليكس نتليكس على آخر يا حبيب نتليكس المهم شكرا في ناس كده أقولك عادي أنا أثق فيه أثق فيه يا حبيب طيب فإعرف أنت وحدد القواعد إن هي مرة ثانية أنت ممكن تقول أخي خلاص ما شكر الله خلاص وكل الناس كده لا لا أنت هذا كنز ثمين عندك ونعمة ربنا رزقك هيها تتركها كده ولا تتعفيها شوي تتحمل إزعاج أطفالك ودموع أنا بنتي يعني يزعلوا عليك طبعا بس الآن الآن وترى هذا الكلام صحيح مش قلوني على على أي شيء ساعدتهم بين شافوا الآن أثرها شافوا الآن المهارات اللي عندهم الزيادة اللي خلاص ما عندهم هي فإيش السبب إنه الوالد أو الوالدة كان تمنحهم من الحاجات اللي اللي تأثر على حياتهم وترى هذا هذا علميا أنت ما هتحس بأثى بصرفات والدك وتخدرها إلا لما تصير والد اسمع اسمع هذه مقولة مهمة يعني إنه الآن لما سير والد أدركت وهذا قبل قبل السوشال ميديو وكذا فما بالك الآن فما توقع أنه يفهم أو يتفهم أو يقدر ما توقع لأنه طفل شايف حواليه الناس كلها كده أنت دورك تقول له أوكي نا شي بس إحنا غير وترى هذه حلوة فكرة إحنا غير يعني إحنا مميز أنت مميز أنت غير عن الناس أنت موحد ضياخة مساعدة من حياتك على حاجة تافة وسخيفة زي كده صح؟ طيب نبحث حاجة الآن عبل وقته فيها ومرة ثانية ما تقوله لا أجلس الغرفة وخلاص أنت كده ما عندك شبكة اجتماعية أو الإنترنت ولا أجلس واحدة طيب كتب رياضة قرآن لازم تقعبي وقته بحيث أنه ما يلحق يفكر أنه والله في حاجات تسمى شبكة اجتماعية يعني نجاح الأب والأم هذه مرحلة أنت وزوجتك تعملان أو لا؟ نعم مع هذا العمل بنوزع المهام وطبعا الحمد لله التكنولوجيا بتساعد هي يعني عامل هدم وعامل بناء يعني أنت اليوم محتاج مثلا أنا قبل أن جاك على الستوديو جالي طلب تطبيق لبنتي لأن الآن التقنية ساعدت أوكي إيش تطبيق هذا طيب كويس ماش أبروفد خرص فهي كانت بتحمل تطبيق وانت مواطقهم هنا ممنوع طبعا وزمان كانت صعبا الآن صارت سهلة توقع الآن هي في النظام نفسه مبنية شكرا طبعا الآن تقول لي يا أخي بس الموضوع ليس سهل يا صح ليس سهل بس اتعلم اتعلم إيه إذا ما تعلمت إشان طفلك تتعلم على شمي شكرا إشان البيتكوين صح؟ نحن المقصرين بشكل عام بنشر الوعي الناس الوعية مقصرة والجهات الأخرى مقصرة المدارس مقصرة يعني المدرسة تقول للطفل أنت أنا كله على آيباد مثلا أو على التابلت أو كذا طيب ما عططوه طريقة للأهل تشرحو لهم أيش المخاطر ولا لا احنا دورنا فقط أن نعطي النظام كويس بحيث أن نقيم الطفل والحديث معك والله الساعات لا تكفي بالأكس شكرا مقدر شكرا لك شكرا لما جئك وجئت كاذي على رأسي والله الله يعطيك والعافية شكرا لك شكرا لكم شكرا لصالح بأسلامة خلف الكاميرات في الإعداد شاذة محمد في التنسيق والتحرير وفا سليمان الهدسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على فنجان سحر سليمان هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع لنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر